موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهيري النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف النهارتنا ان شاء الله حلقتنا دسمة جدا جدا هنتكلم يمكن عن حضراتكم متابعين التوقف في العالم كله على مستوى الدوريات وطبعا المنتخبات والصراع الى الوصول لكاس العالم 2022 التصفيات الاوروبية وصلت لايه؟ التصفيات الافروقية ومنها منتخب مصر وصلنا الحمد لله للتصفيات النهائية موقفنا واستعداداتنا للمرحلة النهائية مرحلة النوك اول والكلام الكتير عن التصنيف الاول والتصنيف التاني والناس بتقول نلاعب الجزائل لا المغرب لا تونس لا ناجيريا كل ده هنتبقوا هنا مع حضراتكم ونتناقش فيه بموضوعية كاملة وشفافية كاملة ونشوف ان شاء الله بإذن الله منتخبنا في قطر 2022 كمان النهاردة حلقتنا زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم عن موقف المجموعات العشرة فيه على مستوى القرى الأوروبية ايه المفاجآت اللي حصلت ايه الفرق اللي قريدي وصلت ليه نهايات كاس العالم وكمان الملحة الأوروبي الملحة الأوروبي اللي بتضم يمكن بعض المفاجآت وبعض المنتخبات اللي طبعا كانت اتصدمت بنتائج فيه دوري المجموعات هنتكلم عليها بالتفصيل هنا في المحترم خلينا نتكلم قبل من نتكلم على تفاصيل حلقتنا عايزة خش مع حضراتكم فيه يمكن ملحوظة في مباراة مصر مع الجابون وطبعا فوزنا اتنين واحد اللقطة اللي يمكن يعني على وسائل السوشيال ميديا كان فيها بعض الانتقادات أو اتأسم فرقتين هو موقف خروج محمد صلاح مع اتنين بودي جارد الحقيقة الموقف زي ما بقول لحضراتكم فيه فرقتين فريق بيقول ان الصورة مش كويسة ان الصورة يعني بالنسبة لمصر لا تدل على الامان وان الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة يعني لا تدل صورة زعلت ناس كتير جدا وقالت ده الفريق اللي بيتكلم ان احنا زعلنين ان محمد صلاح بيخرج بهذا المنظر الموضوع بيقولوا ان يعني فيه يعني افوارة شوية فيه الموضوع ما يستهلش كل دوت وان الصورة دي قد تثير بعض الجدل على مستوى الامن في داخل الاستاذ على الجانب الاخر فيه فريق تاني يقولك لا طبعا ده طبيعي جدا ان محمد صلاح يمكن بعد المشاهد اللي انخلال المباريات على مستوى البطولات الافرقية واللي كمان موجودة في مصر ان كان في بعض الناس بتنزل بتنزل ملعب بصورة عشوائية وبتحاول تقرب من صلاح وتتصور معاه وطبعا حضراتكم عارفين احنا ما زلنا ما زلنا لسه فيه طبعا مرحلة الكوفيد ناينتين وزي ما بقول لحضراتكم خلينا نتعامل مع محمد صلاح يعني راجل مخترف بشكل كبير جدا وصل لمرحلة من الاحترافية اعتقد ان احنا لازم نحافظ على زالة انا طبعا من خلال الموقف دوت انا بقول ده طبيعي جدا يعني بيحصل فيه اوقات كتير على مستوى اللاعبين اللي في مستوى محمد صلاح او في الطوب ليفل ابنكلم على ميسي رونالدو اما بيكونش الصورة دي واضحة قوي يمكن ده التعليق الوحيد ان ممكن جدا يكون الاتنين البوديجارد او الحراس لمحمد صلاح يكونوا خارج الصورة خارج المشهد لكن في الوقت اللي يحسوا فيه ان ممكن يكون فيه بعض التجاوز ممكن يكون فيه بعض المدايقات صورة بتتقرب انها بتسيق حتى للقرى المصرية في الوقت ده يتدخلوا لكن وجودهم فيه ملعب اعتقد كان الملعب مفيهش كمية كبيرة من الجماهير الملعب كان هادئ جدا اعتقد كان من الافضل انهما يتواروا شوية خلف محمد صلاح ولكن لو تدعى الامر لدخولهم والمساعدة طبعا لصالح محمد صلاح ولصالح الكرى المصرية اكيد هيكونوا موجودين فالصورة دي كانت موجودة اطار الجدل كتير جدا لازم نتكلم عليها ولكن انا فوجة نظر الشخصية ان احنا نحاول نتعامل ان فعلا محمد صلاح وصل لطوب ليفل وصل لمرحلة كبيرة جدا جدا من الاحترافية ولازم ننقل صورة طيبة اولا سيف لمحمد صلاح صورة طيبة كمان لمنتخب مصر وزي ما بقول لحضراتكم كمان اتحاد الكرى المصري طلع بيان لان بعض الناس بتقول ان محمد صلاح هو اللي طلب دوت محمد صلاح ما طلبش دوت لكن ده كان بناءا عن قرار من اتحاد المصر لكرة القدم ان يكون فيه تواجد هؤلاء او الحارسين دول يكونوا موجودين بجانب صلاح وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم يعني خلينا نتعامل باحترافية اكتر من جدا اه محمد صلاح اكيد طروة قومية واكيد بنحافظ عليه لكن كمان امتى نحط المشهد دوت امتى يكونوا موجودين وامتى ما يكونوش موجودين في هذا المشهد طيب نروح لنقطة تانية الصحف العالمية قالت ايه عندنا بعض الاخبار السريعة على مستوى طبعا الاحداث العالمية اللي بيتمر بيها كورت القدم هنتكلم على اول حاجة نتكلم على يعني المدير الفني البرتغالي سانتوس المدير الفني البرتغالي سانتوس يمكن تلع في مؤتمر صحفي حضراتكم عارفين ان المنتخب او من خلال حلقتنا كمان هنعرف ان المنتخب البرتغالي يعني اتهزم من سربة 2 واحد في عقر داره ولم يتأهل مباشرة لكاس العالم وفيه هيخش الملحق المدير البرتغالي قال انه سأرحل في هذه الحالة طبعا بعد سبع سنين مع الفريق المدير الفني فرناندو سانتوس قال انه سيترك منصبه اذا لم يتأهل لمنديال 2022 في قطر وان الملحق الاوروبي اللي هيقام ان شاء الله في مارس القادم ان المنتخب البرتغالي عنده ومازالت الفرصة قائمة للوصول الى المنديال لكن طبعا سانتوس بيقول انا في حالة لو ما وصلتش لكاس العالم دي هتكون اخر محطة ليا مع المنتخب البرتغالي اكيد كلنا ويمكن سانتوس زي ما بقول لحضراتكم على المستوى الفني مدير فني كبير جدا يمكن حصل مع بطولات مع المنتخب البرتغالي بطولات كبيرة جدا جدا حصل عدور الامم 2019 لكن كمان هو بيلتزم وبيعد الجماهير البرتغالية والشعب البرتغالي انه هو يعني اكيد بيقول ان انا ملعبتش اخر مبارتين في التصفيات بشكل جيد لكن بوعدهم او بوعد الشعب البرتغالي انه هيكون البرتغال في كاس العالم ان لم يتأهل البرتغال من خلال الملحق هتكون دي اخر محطة لهذا المدير الفني على الجزء الاخر برشلونة داني الفج طبعا العائد الى صفوف برشلونة البرازيلي المخضرم داني الفج المنضم حديثا لصفوف برشلونة قال انه على استعداد لاقناع زميله ليونيل ميسي بالعودة مجددا الى العملاق الكتالوني الفيسكال في تصراحات ابرزتها طبعا شبكة مونت كارلو الفرنسية انه مستعد لمحاولة اقناع ميسي بالعودة اذا تم اعطائه بعض ساعات لكن كمان اضاف ان ميسي اضاف ان ميسي طبعا اعظم زميل له في الملاعب سيكون من المدهش ان يكون معنا في برشلونة لكن على الجانب الاخر قال كمان اعرف وللأسف اعرف ان الامر ليس ممكن في الوقت الحالة طبعا داني الفيش قال كمان انه مستعد لتبني اي فكرة لبرشلونة افضل ان هو بيقول ان ببرشلونة افضل مكان ولا يوجد نادي مثل ببرشلونة خضراتكم عارفين ان داني الفيش طبعا ازام الميسي على مدار ست سنوات قبل رحيل اللاعب البرازيلي في سيف 2016 الى طبعا صفوف اليوفينتوس طبعا داني الفيش طبعا يعني زي ما بيقول هو اكيد طبعا من خلال جابي وعودته الى برشلونة حيمس القوة ضاربة هل العلامة الاستفام هل سيخطو خطوات حضراتكم وارفين انه وصل لسن 38 سنة داني الفيش عنده 38 سنة عنده خبرات اكيد كبيرة جدا جدا واحد من اساطير برشلونة كمان على مستوى اليوفينتوس على مستوى باريس سان جيرمان ويمكن اخر موسمين من 2019 بيلعب في سان فاولو البرازيلي وان اليقطو البدنية كاملة داني الفيش خلال السنتين اللي فاتوا مع سان فاولو يمكن اشترك في 79 مباراة وده رقم كبير جدا جدا للعب في سن 38 هل يتم نجاحه وتم نجاحه زي رونالدو مناجح بشكل كبير مع الماني يونيتد في سن 36 سنة كمان ابراهيمو فيتش في سن 40 سنة بيتعلق مع الميلان وكمان مع المنتخب السويدي هنشوف يمكن داني الفيش هيكون يعني مستقبله ايه وإعطاءه ايه وخبراته هتنعكس على برشلونة في الأسابيع القادمة طيب نروح لنجم آخر بوكبة بوكبة طبعا وطبعا نجم الماني يونيتد اللعب الإنجليزي اللي يمكن الماني يونيتد بيبقد الأمل بشكل كبير جدا في البقاء على النجم ونجم وسطه الفرنسي الدولي بوكبة اللي بينتهي عقده مع الماني يونيتد في الموسم الحالي طبعا ما فيش اي تقارب من وجهات النظر بين اللاعب اولا وبين الادارة وبين اللاعب وبين المدرب سول شاير وبالتالي التجديد اعتقد هيبقى صعب جدا جدا لكن على حسب صحيفة ماركة الاسبانية النهاردة ان ريال مادريد بات أقرب من أي وقت لي انضمام بوكبة في الموسم القاد ماركة قالت ان ريال مادريد يعني يكسف مفاوضاته مع بوكبة اللي بحظة كمان باهتمام فرق كتير على مستوى العالم منها اليوفينتوس ومنها بارشلونة ومنها باريس تانجرمان وأعلن نادي منشستر ونايتد يمكن مبارح ان هو دلوقتي بوكبة متواجد في دبي من أجل الاستفادة من الطاقس الدافئ هناك في التعافي طبعا من الإصابة اللي تعرض لها في معسكر المنتخب الفرنسي الحقيقة من المتوقع ان يغيب طبعا اللاعب عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين فأنا أقول من حضراته دلوقتي يمكن بوكبة هو الأقرب إلى ريال مدريد يمكن من العام الماضي كان وجود طبعا شروتي وجود حتى زين الدين زيدان كان هذا يعني اللاعب تحت أنظار ريال مدريد بشكل كبير جدا لكن الأمور كمان ممكن تتغير بشكل أو بآخر يعني لسه مبارح اليوفينتوس بيقدم عرض لبوكبة كمان باريس سان جيرمان في طبعا في صفوف يعني المتفاوضين لضم هذا اللاعب الكبير طيب لسه عندنا أخبار كتيرة جدا جدا كمان عن الصحف العالمية قالت من خلال زي ما بقول لحضراتكم وصول بعض المنتخبات لكاس العالم اخفاق بعض المنتخبات للوصول لكاس العالم هنتباح مع حضراتكم في المحترف نبدأ جولتنا الصحفية طبعا بصحف اسبانيا تحديدا صحيفة ماركا اللي ركزت على مستقبل الفرنسي زي ما قلت لحضراتكم وبوكبة في المان يونيتد كتبت الجريدة منشستر يونيتد يستسلم لرحيل بول بوكبة الصحيفة كمان اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن إمكانية عودة إنيستا وميسي وكتبت لا أتجاهل عودة إنيستا وميسي طبعا على لسان لابورتا رئيس طبعا نادي برشلونة لسه في اسبانيا لكن نروح لسبورت الاسبانية اللي ركزت على تقديم طبعا برشلونة لللاعب العائد البرازيلي داني ألفش وكتبت عرض ألفش ولا بورتا لا يستبعد عودة ميسي وإنيستا كمان الجريدة تحدثت عن دربي كاتالونيا ما بين برشلونة وإسبانيول برشلونة وكتبت يتبقى يومين على الدربي الكبير لسه في اسبانيا مع جريدة إيز الأسبانية اللي ركزت على حوارها مع الفارو لعب ريال مدريد المعارل لفرونتينا وكتبت منح الكرة الزهربية لكريم بن زمة سيكون انتصارا لكرة القدم الصحيفة اهتمت كمان بتقديم برشلونة للاعب داني ألفش وكتبت لا يوجد أحد مثلي الصحيفة اهتمت كمان بعقوبة الفرنسي أنتوان كريزمان لعب أتليتيكو مدريد بعد طرده أمام ليفربول وكتبت إيقاف كريزمان لقائن طيب نسيب أسبانيا ونروح لفرنسا تحديدا طبعا لكيب الفرنسية اللي بتركز على فريق سانتيتيان اللي بيسارع من أجل البقاء في الدور الفرنسي من خلال مدربه كلاود بايل وكتبت كلاود بايل أنا في مهمة أنا في ميشن كبير جدا الصحيفة اهتمت كمان برغبة جونيوتنو المدير الرياضي الأونبك ليون الرحيل في نهاية الموسم وكتبت هزة في النيت طيب توتس بورت الإيطالية ركزت على إمكانية ضم يوفينتوس لعب خط الوسط الفرنسي زي ما بقول لحضراتكم يوفينتوس على طبعا رادار أو بوكبا على رادار فرق كثيرة من نهرية المديد واليوفينتوس وكيل أعماله منه رابيولا اللي يمكن أكد خلالها يوفينتوس يستطيع أن يحلم يعني بيقول أن دوت يمكن بوكبا أنا في اعتقاد الشخصي ومن خلال حتى وكيل أعماله وبيتكلم أن بوكبا اعتقاد الشخصي أنه هو في طريق الريال مدريد بالرغم أن فيه عروض كثيرة جدا لبوكبا كلها طوب تيم طبعا نتكلم على اليوفينتوس نتكلم على البي اس جي نتكلم على برشلونة ولكن في اعتقاد الشخصي بوكبا يمكن من العام الماضي عنده طموحات كبيرة جدا جدا ليه حصولا على البطولات الأوروبية ريال مدريد هنشوف بوكبا هيروح فين لكن كمان عندنا هنا في المحترف لسه الحلقة عندنا حاجات دسمة وعندنا يمكن فقرات مهمة جدا جدا هتعبوعة مع حضراتكم لكن بعد الفاصل هيكون معنا الناقد الرياضي المتميز محمد الباز هنقش معاه كل تفاصيل الحلقة كل تفاصيل الحلقة من خلال طبعا المنتخبات والطريق إلى كاس العالم عشرين اتنين وعشرين اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بضفنا النهاردة الناقد الرياضي المتميز محمد الباز عشان نتكلم فيه مع حضراتكم عن كل ما يتعلق بالوصول لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين على مستوى القرات من قرة اوروبا قرة افريقيا كمان عندنا قرة امريكا الجنوبية محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني مساء الخير على جمهير ندي الاهلي نور حضرتك منورنا ومشرفنا ودايما بنستمتع بوجودك معنا بنتكلم على طبعا كاس العالم عشرين اتنين وعشرين والصراع الكبير على مستوى القرات في العالم كله على مستوى المنتخبات خلال العشر ايام او الاسبوعين اللي فاتوا خلينا هنتكلم طبعا نبدأ معك بالقررة الافريقية لكن قبل ما نبدأ كنت في الانترو قلت المشهد بتاع محمد صلاح وخروجه مع اتنين بوديجارد وبعض الناس او بعض المنتقدين قالوا ان الصورة غير لائقة انا عايز اخد برضو رأيك ايه في الموضوع ده وشفت الموضوع ده ازاي انا شفت الموضوع بطريقة مختلفة تماما ان هي يعني مش عايزين نقول ان هي صورة غير لائقة محمد صلاح نجم كبير زي ما حضرتك وضحت في الانترو ان احنا لسه برضو في اطار وظروف الكورونا وطبعا محمد صلاح نجم كبير لازم نحافظ عليه شفتنا في اللقاء القبل الاخير في الجولة الخامسة طبعا انجولة الجماهير نزلت علشان تصور مع نجمينا الكبير محمد صلاح خروجه مع بوديجارد من وجهة نظري هي مجرد حماية للاعبنا انا مش شايف ان هي يعني يعني ضد فكرة ان هي خدت حيز كبير من الحديث في الصحافة او السوشيال ميديا في الوقت الاخير وبنشوف نجوم كمان يا محمد يعني بنشوف نجوم على مستوى ميسيا على مستوى رونالدو اكيد حتى لما بلعبوا في بلادهم بيكون معهم عندهم حد بيعملوا السوبورت دوت لكن خلينا كمان اكمل ان لازم اه الصورة بعض الناس ما عجبتهاش لكن انا في اعتقاد الشخصي ان ده يرجع كمان لعملية التنظيم داخل الملعب لازم يكون التنظيم لان اولا دخول الجماهير او دخول احد افراد الجماهير اللي داخل الملعب ده اعتقد لازم يكون على مستوى التنظيم لازم يتنظم بشكل جيد جدا بعد نهاية المباراة واذا يمكن كانت المشكلة الاخبر بعد نهاية المباراة لازم يكون في الخروج الامن اولا لكل اللاعبين والحكام وكل الاسطاف لازم يكون خروج اامن من خلال التنظيم المميز ده نقطة مهمة جدا ان شاء الله خلال اللي يمكن المباراة اللي جاية لا مع تواجد كمان ان شاء الله باذن الله تواجد جماهيري اكبر في مباراة منتخب مصر اعتقد لازم تكون طبعا مهم جدا جدا عملية التنظيم داخل الملعب زي ما هي مهمة خارج الملعب طيب محمد عايز اخد رأيك في اجمالي يمكن الجولة الاخيرة من دور المجموعات للتصفات الافرقية المؤهلة اللي طبعا الدور النهائي والكاس العالم شفت فيها مفاجآت وقفت عند منتخب معين يعني قولي شفت الجولة الاخيرة ازاي انا شفت ان ما فيش اي مفاجآت من وجه نظري ما كانش فيه مفاجآت واضحة انا شاف ان نتائج انصفت العشر فرق اللي تموا التهولهم للدور الاكسائي بكل تأكيد حسب التصنيف الفيفا سواء الخمس فرق الاولانيين في التصنيف الاول او الخمس الفرق التواني او التصنيف الثاني انا شاف ان نتائج انصفتهم يستحقوا الصعود بكل امانة بكل وضوح لو هنقيم العشر فرق اجماليا انا وانت نشوف قبل ما تقيم تعال نشوف النتائج يمكن نتائج الجولة الاخيرة بالتصنيفات افريقيا المؤهلة للمونديال طبعا النتائج المجموعة الاولى النيجر فازت 7-2 على جبوتي الجزائر التعادل 2-2 مع بوركينا فاسو دعا من خلال المجموعة الاولى المجموعة التانية فوز تونيس 3-1 على زنبيا وموريتانيا التعادل مع غينيا الاستوائية التعادل 1-1 المجموعة التالتة نتكلم نجيريا والتعادل 1-1 مع الرأس اللغضة اللايبيريا فوز على افريقيا الوسطى 3-1 المجموعة الرابعة الكاميرون بيفوز 1-0 على سحر العاج وموزنبيق بنفس النتيجة على ملاوي المجموعة الخامسة مالي الفوز على اوغاندا 1-0 وكينيا الفوز على ارواندا 2-1 المجموعة 6 مجموعة مصر طبعا فوز المنتخب الوطني 2-1 على الجابون وتعادل المنتخب الليبي امام انجولا 1-1 المجموعة السبعة غانا بتفوز 1-0 على جنوب افريقيا وزنبابوي تتعادل 1-1 مع اسيوبيا المجموعة التامنة سنغال بتفوز 2-0 على الكنغو ونميبيا بتنهزم 1-0 امام توجو المجموعة التسعة المغرب بطبعا سلاسية نظيفة امام غينيا غينيا بتساو تعادل سلبي امام السودان والمجموعة العشرة والاخيرة الكنغو وبتحق طبعا الفوز على بنين وضمان التأهل للمرحلة النهائية وامدغشكر يتعادل مع تنزانيا واحد محمد دي كانت نتائج المباراة لكن في مباراة يعني في مباراة بتبقى كان فيه يوم الحسم على طبعا فرق كبيرة بنتكلم على الجزائر بنتكلم على تونس بنتكلم على نيجيريا بنتكلم على ساحل العاج كنت متوقع النتيجة تخرج بهذا الشكل يعني يعني وصول معظم الفرق الكبيرة للأدوار الاقصائية سيح أنا زي ما قلنا فعلا الفرق تصنيف الأول وتصنيف الثاني أنصفتهم النتائج كان فيه فرق كثيرة أو توقعات بإخفاق لتونس لأن تونس زي ما شوفنا كان عنده هزيمة سابقة في الجولة الخامسة من زامبيا ورجع تاني في اللقاء الأخير في الجولة الأخيرة في الجولة السادسة بكل ارتياحية وان سايد جيم فاز 3-0 في الشوت الأولاني ضمن الوصول زي ما قلنا بكل ارتياحية وكان فريب يقدم مباراة رائعة قوية نفس الكلام شوفنا منتخب الجزائر دخل المباراة طبعا هي اتحسمت في الجولة السادسة صعود منتخب الجزائر للدور النهائي نفس الكلام شوفناه ما بين الفرق الأخرى زي ما حضرتك صارت كده كان في مباراة قوية جدا ما بين ساحل عجل الكاميرون ويمكن كان ساحل عجل هي كانت لها الأفضلية قبل المباراة طبعا بفارق النقاط لكن الكاميرون قدرت تحصد طبعا أو تفوز واحد سفر يعني وتتأهل للمباراة أو للدور الإقصائي دي كانت مباراة مهمة جدا كمان على الجانب الآخر شوفت إزاي مباراة غانا وجنوب أفريقيا ويمكن الجدل التحكيم اللي تكلمنا عنه هنا في المحترف وإن ضرب الجزاء أعتقد كان سبب واضح في خروج جنوب أفريقيا من سباق الوصول لكاس العالم صحيح يعني أنا بطفق تماما كان جنوب أفريقيا يعني ليه حظ كبير وكان منافس قوي جدا لغانا ولكن غانا دايما معروف عنها الخبرات في إنهاء مثل هذه المباريات والصعود لنهايات كاس العالم يعني نحن نتكلم برضو بالنتائج عن منتخب غانا كم مرة وصل لكاس العالم وعنده خبرات كبيرة جدا حالة ضربة الجزازة ما حضرتك قلت بكل وضوح قد تكون هناك بعض الظلم فكرتني طبعا بالهدف الذي أحرزه رونالدو أمام سربيا وتعادت الكرة عدت خط المرمى ولم يحتسب يعني الناس أجمعت هل ده ظلم أيضا لمنتخب البرتغال وأطاح به للملحق أم لا نفس الكلام إحنا بنتكلم في مباراة كرة قدم 90 دقيقة ما أي خطأ تحكيمي أو أمر ما قد يحدث لا نعتمد عليه ركز في الملعب النتائج هي التي تتحدث طيب خلينا يعني قبل ما نكمل مشوار للتصفيات طبعا وصول مصر للمرحلة النهائية كل الناس وكل الأسئلة بتدور حوالين يمكن المباراة الفاصلة مباراة النوك أوت وطبعا مصر في التصنيف التاني أنت أولا تتمنى تلاعب مين في الدور النهاية والدور الإقصائي وتتمنى ما تلعبش مين يعني من حسب طبعا براتك وبتتابع كل المنتخبات بشكل كبير قلنا برضو يعني مصر بإذن الله مين اللي هكون الطريق للوصول للمنديال للمنتخب المصر أنا عايز أجاوب السؤال ده كابتن هاني في بثلاث أو بثلاث محاور المحور الأول أو النقطة الأولى أنا خلاص وصلنا للمكانة ديت أو للمرحلة ديت ما بصش مين أقوى مني مين في التصنيف الأول مباراة كرة قدم هاعتبرها نهائي لأن دي سلمة نهائية لصعود لأقوى حدث كاروي في العالم هو كاس العالم شايف محمد أنا معك تماما اللي عايز يوصل كاس العالم يدوس على أي حد شايف أن ممكن السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بتكون في بعض الأحيان بتكون ضغوط أكتر على المنتخب المصري من خلال بنحترم طبعا المنتخب المغربي والجزائري بنحترم كل المنتخبات لكن في وقت من الأقوات بتحس أن السوشيال ميديا وقضى طريق كده وطلع بشوية يعني كوميكس لا لو قابلنا دوت يبقى طريقنا يعني الحاجات دي في اعتقاد الشخص أنه لازم جماهير مصر كلها كل الجماهير المصرية في الوقت ده إن شاء الله تكون سوبرت للمنتخبنا سوبرت بالإيجابيات عندنا لسه بطولة أفريقيا عندنا كاس العرب عندنا لسه مشوار إن شاء الله بإذن الله في سنة 89 ووصلنا أمام الجزائر ومنتخب الجزائر كان منتخب مرعب في هذا الوقت يمكن اللي حصل خلال قبل هذه المباراة الجزائر ذهابا وعودة كان تلاحم جماهيري كبير جدا جدا ما كانش فيه السوشيال ميديا اللي ممكن تصدر أو بعض الناس تصدر بعض الإحباط لمنتخبنا حتى لو كان على مستوى الفنيات ممكن تكون بعض المنتخبات في مستوى فني أكبر لكن دايما منتخب مصر وروح فنيلة مصر وولاد مصر لما بيركزوا ده يمكن بيتفوقوا على فنيات فعايزين نقرر إن شاء الله هذه التجربة تجربة ما قبل مباراة الجزائر سنة 89 ووصلنا لكاس العالم في مشهر أكثر من رائع نقرر دوت من خلال الفترة اللي جاي عندنا إن شاء الله لغاية قبل مارس عندنا لسه حوالي خمس شهور لازم كل الدعم للمنتخبنا لسوبرت لمدير الفني سوبرت اللي عابتنا لازم نصدر للعابتنا ومنتخبنا إن دوت حلم إن شاء الله نحققه من خلال التصفيات أيا كان المنافس مين تفضل محمد يعني حابين برضو نوضح نقطتين مهمين النقطة الأولى بنتكلم على العشر فرق الموجودين لو حنقيمهم من ناحية الفنية في الوضع الحالي حنقيمهم أيضا من ناحية الأرقام والإحصايات والتاريخ والبطولات ووضع كل منتخب ما بين العشر فرق أو عشر منتخبات زي ما قلنا هما الأقوى هما يستحقوا الوصول لهذه المرحلة نحن نتكلم في التصنيف التاني من وجهة نظري لو أنت بصيت من ناحية الأرقام والإحصايات فهو الأقوى يعني هو يعتبر الأقوى في من التصنيف الأول على مدار التاريخ من تحقيق مبدئيا الفريق الكاميروني على سبيل المثال هو أكتر منتخب صعد لكاس العالم تقريبا يعني سبع مرات في تاريخه صعود لكاس العالم ثم يأتي بعد ذلك الفريق طبعا نتكلم فيه بعد الكاميرون معنا غانا غانا صعدت كاس العالم وإذا غانا تصنيف التاني أنا أتكلم على التصنيف التاني دلوقتي وحابب أوضح الخمس فرة في التصنيف التاني على مدار التاريخ من ناحية صعودهم عدد مرات صعودهم لكاس العالم وخبراتهم في إنهاء مثل هذه الأدوار وعلى مدار قوتهم في المطولة الأفريقية يعني منتخب الكاميروني زي ما قلنا صعد كاس عالم سبع مرات وحقق بطولة أمم أفريقيا خمس مرات أنه تبص على منتخب غانا صعد كاس عالم ثلاث مرات وحقق برضو بطولة كاس أمم أفريقيا أربع مرات لو بصنا على منتخبنا منتخب مصر طبعا أكتر فريق حقق بطولة أمم أفريقيا في الكارة يعني تقريبا خمس مرات وصعد لكاس عالم ثلاث مرات في تاريخه هل نتكلم بعد كده على عندنا الكنغو ومالي ما صعدوش كاس عالم في تاريخهم خالص ولكن قد يكونهم الأضعف من ناحية الأرقام والإحصائيات في الخمس فرق في التصنيف ممكن من الأضعف على مستوى الأرقام على مستوى الأرقام فقط الأضعف على مستوى الفني بالزبط عشان كده هل نريد أن نتكلم على التصنيف الأول يعني هنمسك منتخب الجزائر طبعا منتخب الجزائر زي ما كلنا عارفين هو بطل أفريقيا 2019 منتخب الجزائر صعد كاس عالم حصل على بطولة أمم أفريقيا مرتين لو هنتكلم على نيجيريا نيجيريا نفس الكلام نيجيريا بطلت كاس أمم أفريقيا 3 مرات وصعدت كاس عالم 6 مرات هي ثاني أقصى فريق صعودا لكاس العالم بعد الكاميرو لو نتكلم على نيجيريا والجزائر لو نتكلم على تونس والمغرب والسنغال هنبدأ بتونس تونس طبعا بطلة أفريقيا هي مرة واحدة في تاريخها ولكن صعدت كاس عالم 5 مرات نفس الكلام المغرب صعد كاس عالم 5 مرات وكان بطل أفريقيا برضو مرة واحدة في تاريخه يعني الأرقام هنا بتوضح قوة الفرق دية في صعودها الكاس العالم نتكلم في التصنيف الأول جزائر تونس مغرب سنغال ونيجيريا أكتر فريق فيهم صعد لنهاية كاس العالم هو نيجيريا 6 مرات ثم يأتي المغرب وتونس 5 مرات ثم يأتي الجزائر 4 مرات وتأتي السنغال مرتين كابتن هاني فهنا هنا الإجابة قد تأتي لو نتكلم من التاريخ والأرقام هنا بنبص لأ أنت عندك الكاميرون في التصنيف الثاني من ناحية بطل أفريقيا ومن ناحية صعودها لكاس العالم عدد مرات صعودها كاس العالم يعتبر هي الأقوى منتخب مصر نفس الكلام منتخب نيجيريا أيضا تتمنى نقابل مين خلينا جاوب السؤال ده بالتقييم الفني للفرق في الوضع الحالي وخصوصا بعد التصفيات لانتهاء من الست جولات نتكلم عن منتخب الجزائر طبعا منتخب الجزائر هو يعتبر من وجه التزري ومن ناحية الفنيه هو أقوى منتخب عربي وافريقي جوه الكرة في الوقت الحالي لو نظرنا بالأرقام والحصيات هو أقوى خط هجوم 25 هدف يعني معدل 4 هدف في الست مباريات بيمتلك خط هجوم قوي جدا بو نجاح وإسلام سلماني دايما بيعتمد عليهم جمال بالماضي المدرب الجزائري كاثنين سترايكر بيلعب في معظم الوقت 4-4-2 دايما يعني قلنا بو نجاح محطوط على قائمة تشافي في برشلونة دلوقتي بيطالب الإدارة عندهم نجوم كبيرة جدا نجوم كبيرة محرز لكن كمان عندهم قوة هجومية كبيرة ولكن الشوق الدفاعي لحد ما في بعض الاهتزاز شوية دي على مستوى الجزائر وزي ما انت بتقول بعض الناس بتقول ان احنا عايزين نبعد شوية عن طبعا ان احنا نقابل فريق من شمال أفريقيا تونس المغرب الجزائر يعني طبعا برضو خلينا نتكلم في العصبية في الجماهير في الشد العصبي دايما الأجواب تكون ساخنة في موابلتنا مع فرق شمال أفريقيا ولو هنرجع زي ما حضرتك قلت فعلا المنتخب الجزائري عنده بعض المشاكل الدفاعية على العكس منتخب المغرب منتخب المغرب هو تاني أقوى خط هجوم بعشرين هدف وتاني أقوى خط دفاع في التصفيات يعني دخل في مرمى هدف واحد طبعا مالي هي أقوى خط دفاع منتخب بالي في التصنيف التاني معنا في منتخب مصر هو تاني أقوى خط دفاع ولكن خلينا نبص على التصنيف الأول المغرب هو أقوى خط أو تاني أقوى خط هجوم عشرين هدف تاني أقوى خط دفاع دخل فيه هدف واحد ثم يأتي منتخب تونس منتخب تونس ما عندوش الاستقرار في بعض الأوقات ولكن خط دفاع قوي جدا تالت أقوى خط دفاع أرقام مميزة جدا محمد وكمان فريق الإعداد محضر لنا كمان أرقام مميزة هنتابع معاك كمان رؤيتك ليمكن المباراة الفاصيلة لمنتخب مصر لكن معانا أقوى خط هجوم الجزائر بـ 25 هدف المغرب بـ 20 هدف والسنغال بـ 15 هدف ده أقوى خط هجوم في كل المجموعات أو في العشر المجموعات اللي موجودة أقوى خط دفاع هو مالي لم يدخل مرمى ولا هدف المنتخب المغربي دخل مرمى هدف واحد وتونس دخل مرمى هدفين أغاندا هدفين جنوب أفريقيا هدفين فوز في جميع المباريات العلامة الكاملة فقط المنتخب المغربي هو صاحب العلامة الكاملة في التصفيات الأفريقية مجموعة 18 نقطة من 6 مباريات هدف البطولة إسلام سلماني طبعا بـ 7 أهداف وهو مهاجم المنتخب الجزائري كمان الأسست أو صانع الأهداف البطولة هو يوسف بلايلي طبعا منتخب الجزائر عمل 6 أسست واضح جدا محمد زينت بتتكلم أن المنتخب الجزائري منتخب على المستوى اللجومي منتخب قوي جدا منتخب المغربي على مستوى النتائج طبعا بيقدم مباريات كبيرة جدا ونتائج كبيرة جدا بالعلامة الكاملة لو تتكلم على توقفت عند المنتخب التونسي وبعض الناس خلينا أقول أن هم بيقولوا احتمال كبير جدا مصر طريقة تونس أو نيجيريا أنت أي رأيك؟ أتمنى بشكل كبير يعني من وجهة نظر تونس يعني أتمنى يكون تونس أو نيجيريا يعني الفرقتين زي ما بنتكلم على تقييم الفني أو تقييم بالأرقام هم تونس ونيجيريا يعتبروا هم أقل من المغرب والجزائر والسنغال السنغال طبعا عنده هجوم أو خط هجوم قوي جدا منيه زي ما احنا عارفين وعنده حارس مرمى مندي حارس الشمسي أقوى حارس مرمى أو أفضل حارس مرمى في الشاملس ليج أوروبا في 2020 نتكلم على كلوبالي أيضا مدافع السنغال وهو مدافع نابولي متصدر الدوري الإطالي السيريا فريق قوي السنغال فخلينا نرجع لتونس ونيجيريا نتمنى يكون الطريق لتونس أو نيجيريا تونس بيمتاز بالدفاع أكتر من الهجوم ولكن كابتن هاني خلينا نوقف هل نحن نمتلك بالتشكيلة الحالية مع كروش المهاجمين اللي بلعبوا في البوكس أن هم يقدروا يخلصوا على مدافعين تونس هكلمك في دوقات لأنه هنيجي المباراة مصر والجابون ونعرف كمان وأتكلم معك ونقشك في كروش الاستراتيجي بتاعت كروش لغاية دلوقتي لسه موضحتش في شكل كامل تغيير بعض مراكز لعبين خاصة على مستوى الهجوم عايزة نقش ده معك لكن فريق الأداد يعني محضر لنا كمان نشوف المجموعات كل الفرق على مستوى العشر مجموعات الفرق الأولى طبعا اللي وصلت وكمان نتكلم على مباراة مصر والجابون ومستقبل مصر مع كروش في المرحلة اللي جاية ده طبعا ترتيب المجموعة الأولى الجزائر في المركز الأول بـ 14 نقطة بوركينا فاسو كان صراع كبير جدا جدا في المباراة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة اللي انتهت بالتعادل ما بين الجزائر وبركينا فاسو في الجزائر اتنين اتنين وستطع من خلالها الجزائر طبعا انه هو يحجز بطاقة التأهل الجزائر بوركينا فاسو النيجر جيبوتي ده المجموعة الأولى المجموعة الثانية ايضا تونس قدرت تفوز طبعا مباراة كبيرة على مستوى المنتخب الزنبي 3-1 وكان طبعا دي تسقار التأهل للدور الإقصائي تونس في المركز الأول غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ 11 نقطة زنبيا وموريتانيا في المركز الثالث والرابع المجموعة الثالثة نيجيريا ايضا وطبعا التأهل المتأخر وفي المركز الاول بـ 13 نقطة الرأس الاخدر كان المنافس الاقوى في هذه المجموعة لنيجيريا حصت 11 نقطة ليبريا وجمهورية افريقا الوسطى في المركز الثالث والرابع المجموعة الرابعة منتخب الكاميرون وايضا فوز في الداي او فوز على سحل العاج وتأهل للدور الإقصائي بعد بصراع كبير جدا جدا أمام سحل العاج الكاميرون 15 نقطة سحل العاج 13 موزنبيك 4 ملاوي 3 نقاط في المركز الأخير مجموعة الخامسة مالي طبعا في المركز الأول ويمكن بتأدي مباراة قوية جدا جدا فريق مالي طبعا وقاليو ديونج نجم النادي الآلي المتألق مع المنتخب المالي اغاندا في المركز الثاني 9 نقاط كينيا وارواندا في المركز الثالث والرابع مجموعة الستة مجموعة مصر وطبعا التأهل بـ 14 نقطة المنتخب المصري الجابون في المركز الثاني ويليها ليبيا وأنجولا المجموعة السبعة غانا بالفوز المطير للجدل على جنوب أفريقيا بضرب الجزاء وهمية ولكن استطاع المنتخب الغاني بهذه ضرب الجزاء أن يحصد العلامة 13 نقطة مع جنوب أفريقيا 13 نقطة فرق الهدف وفرق هذا الهدف في ضرب الجزاء ظالمة يستطيع المنتخب الغاني حصد بطاقة التأهل جنوب أفريقيا في المركز الثاني أسيوبيا وزنبابوي في المركز الثالث والرابع المرموعة تنمية السنغال 6 نقاط 6 مبريات بـ 16 نقطة من المنتخبات اللي ليها باع كبير جدا ومنتخب قوي جدا المنتخب السنغالي توجو في المركز الثاني بـ 8 نقاط نميبيا والكنغو في المركز الثالث بـ 5 و 3 نقاط مجموعة المغرب مجموعة التاسعة طبعا المغرب المنتخب الوحيد المنتخب حصد العلامة الكاملة في هذه التصفيات بـ 6 مبريات بـ 18 نقطة يلي غينيا بساو في المركز الثاني بـ 6 نقاط غينيا والسودان في المركز الثالث والرابع المجموعة الأخيرة جمهورية الكنغو وقام باك رائع لمنتخب جمهورية الكنغو في آخر جولتين بيحصد سد النقاط ومن خلالهم بيصل للنقطة 11 والتفوق على بنين بنقطة واحدة وتنزانيا ومدغشكر في المركز الثالث والرابع لسه نتكلم طبعا عن منتخبنا محمد نتكلم على منتخب مصر والجابون ومشوار مستقبل منتخب مصر مع كيروش الستراتيجية الاختيارات عاملة ازاي فكر كيروش يمكن بعض الناس مش فاهم قوي دماء كيروش هنحاول من خلال طبعا وجود محمد الباز معنا ان احنا نوصل لطبعا شخصية كيروش المدير الفني للمنتخب المصري فاصل ونتواصل هنا في المحترف اهلا بحضراتكم مرة تانية محمد خلينا نتكلم على منتخب مصر عايز الاول تقول لي رؤيتك مشوار منتخب مصر خلال التصفيات او دور المجموعات في تصفيات افريقيا المهيلة لكاس العالم شفت المشوار كله ازاي شفت اداء المنتخب المصر ازاي في التصفيات دي طبعا والوصول يعني التصفيات النهاية شفتها ازاي لو اهلا بنتكلم من ناحية الارقام كابتن هاني لا كان عمل ارقام ونتائج كويسة جدا لا هزيمة في فيطار التصفيات كلها الفوز في اربع لقاءات تعادل في اللقائين ولا هزيمة زي ما قلنا يعني نقاط 14 نقطة ده من ناحية الارقام والنتائج ولكن من ناحية الفنية من ناحية الاداء يعني دايما لغة الارقام اكيد ما بتكونش دلالة واضحة لكن بتديك رؤية ولكن الرؤية مش كاملة صحيح ليه ليه دايما الجماهير الآن من منطقب مصر هل مشوار التصفيات الاداء الفني ما كانش اداء مقنع ان احنا قادرين ان احنا يعني نصطدم حتى لو اصطدمنا بالمغرب او الجزائر نحاق النتيجة جبية شايف شايف دي ازاي الاداء الفني ازاي صحيح هنا لنقطة الخلاف او نقطة يعني حضرتك قلت الناس كلها الآن انا شايف ان التسعين مليون مصري فعلا حللوا الاداء منتخب مصر في الفترة اخيرة بشكل صحيح جدا لحد ما شافوا الاداء مع كروش حتى في اللقاءات الاخيرة ويعني دايما فيه هنا تحفظ على بعض النقاط الفنية اللي شفناها على ارض الملعب البوزيشنج يا كابتن هاني البوزيشنج يعني بتتكلم بيها وشفنا عندنا تاريخ مع مدربين في اوروبا مدربين كبار جدا اساءوا وضع اللاعبين في الاماكن الصحيحة وقدت الى انهيار او هزايم سقيلة وحنتكلم عليها بالتفصيل الاداء غير مكنة لان ما فيه شكل ما فيه شاداء من وجه نظري باهت في جميع المباراة الاخيرة رغم الفوز طبعا رغم النتائج والارقام اللي احنا اتكلمنا فيها وده بيرجع ليه سبب اساسي ورئيسي وهو من وجه نظري البوزيشنج الاختيار الصحيح احنا اتكلم فنيا ايضا اختيار العناصر تقصد ولا اختيار كمان العناصر بناء على البوزيشن بناء على المركز وكان فيه بعض الجدل شوية مع قدوم طبعا كروش وكان فيه بعض الجدل بالنسبة للقايمة او بالنسبة للمنضمين للمعسكر كان كمان على مستوى زي ما انت بتقول على مستوى التشكيل في بعض المباريات كان فيه جدل حوالين هل كروش من حيطبق طريط 4-3-3 بشكل معين هل 4-2-3-1 هل البوزيشن اللي شفنا او تفكير استراتيجي بتاعة كروش من خلال اختلاف بعض اللعبين في المراكز اللي بعابوا فيها مع فراغهم انت قريط شخصيته ازاي بشكل عام من الناحية الفنية خلينا نتكلم الخامة موجودة الكواليتي بتاع اللعبين والاختيارات الصحيحة الى حد ما موجود معاك كل اللعبين اللي تقدر ان هو يطلع منهم افضل نتائج لانهم فعلا بينطلقوا كواليتي عالي جدا طريقة 4-2-3-1 اللي دايما بيلعب بيها كروش انا شايف هو مش عارفين نطبقها بالشكل الصحيح 4-3-3 او 4-2-3-1 هو بيبدأ في بعض الاوقات بـ 4-2-3-1 وبيلعب برضو 4-3-3 في معظم الوقات 4-2-3-1 انا بشوف دايما الوينجات كابتن هاني دايما بيخليهم يعني وينج داخلي مش وينج خارجي وده طبعا بيأثر بشكل كبير بيفقدنا اللاعب او المهاجم اللي في البوكس اللي يقدر يلعب بعرضيات بشكل كويس جدا زي ما شفنا في المباراة الاولى يعني كان مصطفى محمد موجود في لاعب بوكس استطاع ان هو يعني يحرز هدف من عرضية وده كانت احسن تطبيق ليه 4-2-3-1 الوينجات دايما بيخليهم داخلي مع سوء او خطأ في الـ position واختيار اللاعب يعني نتكلم دلوقت يا كابتن هاني في احمد ياسر ريان في المباراة الأخيرة ومحمد شريف نتكلم في اجنحة انترنلي خليهم جناح داخلي وليس خارجي والتنين لعبين خصوصا محمد هاني لعب بوكس مهاجم داخلي محمد شريف محمد شريف اه وانت بتتكلم كمان على احمد ياسر ريان كلنا متعودين ان احمد ياسر ريان هو لعب سترايكر بالضبط نمرة 9 نمرة 9 اعتقاد الشخصي وجوده كطرف شمال قلل من قدراته بشكل كبير جدا وبالتالي على قدرات المنتخب نفس الشيء كان لمحمد شريف بالرغم ان محمد شريف في بعض الاحيان بيلعب رايت وينج يعني ممكن يلعب رايت وينج لكن كمان امكانيات محمد شريف ظهر بشكل اكبر وبشكل كبير جدا وبشكل عظيم في التهديف من خلال وجوده كراس حربية شايف يعني شايف هو بي لسه بيحاول يزبط الدنيا لسه عنده وقت انه يشوف امكانيات اللعيب بشكل اكتر ولا دي الاستراتيجي اللي اشتغل بيها قبل كده مع منتخبات سابقة صحيح دال اللي خلاني ارجع فعلا وبص لكروش في المباريات السابقة قبل منتخب مصر فكر كروش دايما بيلعب بنفس الطريقة كابتن هاني يعني احنا كان عند في الهيستري او تاريخ كروش قبل كده كان في مباراة مهمة جدا مع سبورتينج لشبونة كانت امام كان فريقي كان اشرك رؤوس الحربة بتاع سبورتينج لشبونة في هذا اللقاء في مركز الوينجات وعكس ايضا الوينج نص الملعب خلاهم يلعبوا وينج يمين وينج شمال كانت مباراة ايضا سوق فيها قدت الى هزيمة سقيلة 4-0 في هذا اللقاء قبل كده كان بيدرب منتخب البرتغال تحت 19 عام وكان فيه مواجهة مع السعودية نفس الكلام اشرك لاعبي خط الوسط في مراكز الوينجات وهوما اصلا ما بيلعبوش وينجات في تاريخ كروش برضو انا شفت ان هو ده الاستراتيج جدا من اللي بيعملها يعني هو مش حق لتجارب احنا في مباريات رسمية مهمة جدا عندك لعبين معروفين زي ما حضرتك قلت محمد شريف و احمد ياسر يان سترايكر رقم 9 بلعبوا لعبين بوكس داخلي بالنتائج والكوالت بتاعهم بتظهر بتاخد منهم نتائج بشكل افضل في المكان دوت لما جربتهم او جربت محمد شريف في المباراة الجولة الخامسة امام انجولا و لم ما خدتش منه اي حاجة يعني الكوالتي او الاداء كان زيرو الانتاج كان قليل طبعا الانتاج قليل نفس الكلام في الجولة السادسة في اللقاء الاخير مش وقت تجارب انت عارف وعلى يقين بامكانيات لعبتك وفاهم كل واحد في مركزه يقدر يديك افضل نتائج وانتاج وكوالتي يظهر بشكل عالي كوالتي عالي في انهي مركز بالزبط فبالتالي يعني اكتقدر ان انت تعتمد عليهم ويطبقوا الخطة وفكرك بشكل قبل يمكن كمان يا محمد يمكن عدم وجود افشة في المعسكر الاول لكن وجوده في هذا المعسكر وتقلقه في المباراة بيجيب جون وبيصنع هدف ده دليل واضح جدا ان كمان افشة هيكون من العناصر الاساسية 4-3-3 الادوار بتختلف بالنسبة للبلي ميكر وخاصة الطايب بتاع محمد مجد افشة رقم 10 اللي هو يعني الكلاسيكي رقم 10 ادواره بتختلف اذا كان بلعب 4-2-3-1 او 4-3-3 انت شايف اني افضل او ممكن من خلال رؤيتك او دراستك لكروش هل سيعتمد بشكل كامل على 4-3-3 ولا هيرجع تاني الـ 4-2-3-1 واستخدام العناصر المميزة اذا ما بتكلم ان افشة في 4-2-3-1 هو دروة الكلاسيك 10 اللي بيقدي بشكل كويس ولا هيعتمد بشكل اكبر على 4-3-3 يعني بالشق الهجومي والدفاعي بتاعها انا شايف دايما هو بيفضل الاعتماد على 4-2-3-1 وبالتالي محمد مجد افشة هيكون ليه دور فعال ودور ناتج بشكل افضل بطير شفناها في مركز 8 وشفناها في مركز 10 في اللقاء الاخير ادى بشكل رائع دايما ان طريقة 4-2-3-1 بتعتمد على الـ ليس اللو بريسنج هو كان بيلعب لو بريسنج وبيلعب الكرات العالية وده مش هتاخد منه افضل نتائج او افضل نتيجة من 4-2-3-1 سألك سؤال يمكن صعب شوية لو خلاص القرعة جات القرعة امام المنتخب الجزائري منتخب الجزائري اكيد عنده قوة هجومية كبيرة جدا ولكن بعض الضعف فيه النواحي الدفعية بالنسبة لخط الدفاع تفتكر في الحالة ديت ان احنا ممكن نعتمد بشكل كبير على 4-2-3-1 بمشتقاتها ولا نلعب 4-3-3 اللي هي فيها اتزان كامل بين الناحية الدفعية والناحية الهجومية 4-3-3 بكل تأكيد لان زي ما تكلمني زي ما حضرتك وضحت ان المنتخب الجزائري عنده بعض المشاكل الدفاعية على ناحية الهجوم هو يعتبر من اقوى خط الهجوم زي ما شفنا اسلام سلماني وابو نجاح ووراهم طبعا محرز يعني لا فريق دفاع دفاعيا بعض المشاكل وهنا لو كروش لعب 4-3-3 هيكون فيه فرص اكبر للتهديف والهجوم من الوينجات بشكل كبير جدا كون ضغط عالي ضغط عالي بالضبط وعندك كل الامكانيات يعني انت عندك كل الامكانيات وكل الاماشة انا متطفق تماما ان الاماشة الموجودة حاليا مع كروش تقدر ان هي تطبق الفكر دوت بشكل افضل من كده لو وضعنا كل اللعب في المركز صحيح طبعا ايه رأيك فيه جمال بالماضي طبعا المدير الفني الجزائري رأيك فيه من رحلة المنتخب الجزائري ومنتخب الجزائري اعتقد عنده كمان لغاية دلوقتي ريكورد فيه عدد المباراة بدون هزيمة وصل تريبا لاثنين وثلاثين مباراة صحيح وصل فعلا تلاتة وثلاثين تلاتة وثلاثين بلا هزيمة يعني جمال بالماضي وضع الفريق الجزائري في لستة او سلسلة الفرق الاوروبية الكبيرة زي ما قلنا ايطاليا وصلت سبعة وثلاثين مباراة بلا هزيمة ثم تأتي اسبانيا والبرازيل بخمسة وثلاثين ثم يأتي دلوقتي الجزائر بثلاثة وثلاثين بلا هزيمة في اخر سنتين او ثلاثة اعوام مع جمال بالماضي الجزائر لا يخسر داخل الكرة وداخل الوطن العربي او الدول العربية فريق قوي جدا فريق بلعب بروح بدايما اصرار عنده الفكر ازاي ان انا خلص في المباريات الكبيرة جدا وده طبعا موجود يعني احنا لما بنتكلم نرجع كده بالزمن لورا ونتكلم على تصفيات كس العالم 2010 تساوت الجزائر مع مصر في النقاط في عدد الاهداف وصلنا طبعا اضطرنا لمباراة فاصلة وفازت علينا الجزائر بواحد صفر وصعدت لكس عالم 2010 انا شايف عندهم نفس الروح والاسرار نفس القوة ولكن على المستوى المستوى الفني مختلف الفني افضل بكثير مقارنة ب2010 كان ممكن الكوة والاسرار الهمجي الكروي من وجه نظري على مستوى اللاعبين على مستوى الاداء الفني لمنتخب الجزائري اعتقد منتخب الجزائري مقارنة ب2010 اعتقد منتخب اقوى على مستوى الاسماء على مستوى المدربين مدرب كبير جمال بن ماضي مدير الفني لمنتخب الجزائري قال بعد التعادل والتأهل للدور الاقصائي لتصفيات كأس أفريقيا للكأس العالم والتعادل مع بوركينا فاس 2-2 نشوف مع حضرتنا اذا وضعنا في الاعتبار حالة الطقس خاصة هنا في الجزائر على هذا الاستاذ بقى لعبين من الصباح وقلت لهم علينا تناول وجبة ونرتاح لفترة وكنا في حافلة الركاب وحجرة تغيير الملابس بينما جلس المشجعون من الصباح على المدرجات تحت الأمطار المتساخطة أفضل مهاجم للمنتخب البوركيني في تصفيات كأس العالم على سبيل المثال هو اليافع عبدول تابسوبا الذي يلعب لفريق ليغ وقد لعب الفترة قصيرة مقارنة مع المهاجم الأول على سبيل المثال تراوري لم يأتي تراوري ولذلك أقول إن منتخب بوركيني يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ومع نوياتهم مرتفعة إذا أردت الحديث عن المواجهتين فلا أريد حتى أن أقول إن هذا هو الخصم الأكثر ثباتا في المجموعة الأولى لأنني كنت منتظار هذه المباراة الكبيرة كانت لدينا فرصة حسم المباراة من المباراة السابقة فقد هيئنا فرصتين كبيرتين واحدة برأسية من رامي وتهيئة أخرى لإسلام سليماني كانت وسعنا التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في الشوط الأول كان الوضع كذلك فقد سنحت فرصة واضحة لرياض محرز لوضعنا في المقدمة بهدفين دون مقابل لا أحكم قلبي لكنني أحكم عقلي فقلبي يتمنى أشياء مختلفة وأنا لا أضعها بعيدا نعد بصورة جيدة لكل خصم نجابهه هدفنا التأهل لكأس العالم بأي ثمن لا تهمنا هوية الخصم لأننا سندرس الخصم بصورة جيدة ونعد له على أفضل وجه لأجل التأهل لكأس العالم يعني لفت نظري جملة مفيدة قالها طبعا جمال بالماضي لا يهمنا اسم الخصم إحنا بنشتغل على أنفسنا بنشتغل بنجهز لنفسنا بشكل كبير جدا وهو ده المطلوب من منتقب مصر مش هيهمنا اسم الفريق بقدر ما هيهمنا الجاهزية والتركيز ونحن نحلل الفريق بشكل كويس ونكون جاهزين بشكل معنوي وفني وجماهيري وبكل شيء إن شاء الله للصعود لكأس العالم محمد طبعا بالماضي بيتكلم على أداء المنتخب الجزائري مش خلالها المباراة بس لكن كمان تكلم على قبل المباراة أن المنتخب بوركينا فاسو كمان من المنتخبات القوية عندها عناصر محترفة بشكل كبير جدا وده اللي بيأكد أن حتى كمان الفرق اللي خرجت من سباء المونديال لكن كمان فرق تحترم وعندها قوة وعندها محترفين فعلا الوصول العشر منتخبات زي ما قلنا النتائج أنصفتهم ولكن في بعض الفرق زي طبعا جنوب أفريقيا من الفرق المهمة جدا دايما متواجدة على الساحة الأفريقية بشكل كبير جدا وتنافس بقوة في النهايات حتى داخليا في بطولة أمم أفريقيا أو على صعيد تصفيات كاس العالم على مدار التاريخ بكل تأكيد يعني متفق معاها جدا إن احنا بنركز ليس لنا يعني تركيز على مين الخصم ولكن بنركز على نفسينا بنشتغل على نفسينا بشكل كويس بنحل الأداء في كل المباريات مع كل اللعبين مع كل لعبة بتتلعب لوصول أحسن برفورمنس ونصل للتوب فورم أو يحافظ أنه يكون دايما في التوب فورم مع المنتخب الجزائري طيب دي أرقام محمد دي أرقام مشوار منتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم لعبنا ست مباريات طبعا إحنا على رأس المجموعة المركز الأول عدد النقاط 14 نقطة من أصل 18 نقطة فزنا في أربع مباريات تعادلنا مباريتين بدون هزيمة لنا من الأهداف 10 أهداف وعلينا أربع أهداف خلينا أخذ الرقامين اللي في الآخر 10 أهداف من خلال 6 مباريات مع مجموعة أعتقد فيها الجابون فيها أنجولا فيها ليبيا تعتقد هذا الرقم المفروض يكون أكبر بشكل أو بآخر طبعا بكل تأكيد كان المفروض يكون أكبر من كده بشكل كبير وأربع استقبال أربع هداف برضو رقم كبير بكل تأكيد لأن ده بيوضح وده اللي شفناه على أرض الملعف خصوصا في آخر 3 لقاءات عندنا مشكلة في الدفاع آه عندنا مشكلة في الدفاع عدم الانسجام اللي دايما بتفكرني بمانشستر يونايتد مجواير وشو دايما التخبط ما بينهم أو عدم السجام ما بينهم بيؤدي لخسائر أو استقبال أهداف عشر أهداف في مجموعة قد تكون يعني مش قوية مش عنيفة زي اللي شفنا في المقارنة بالمجموعات الأخرى الجزار 25 هدف المغرب 20 هدف في التصفيات مصر عشر أهداف مع وجود لاعبين مهاجمين أقوية جدا يعني بقيمة محمد صلاح صحيح وأيضا محمد شريف في آخر القيام ده بيدل أني عندنا شوية قصور في النواحي اللجمية رغم وجود عناصر كبيرة عندنا مهاجمين بقادر محمد صلاح محمد شريف بتتكلم على أفشا بتتكلم على حتى مصطفى محمد طبعا على عمر مرموش يعني يعني عمر مرموش فالعدد دو واضح أن فيه خلل شوية في الحتة اللجمية وده بيوضح لنا هو عدم تطبيق الفكرة أو الخطة سواء كانت أربعة اثنين تلاتة واحد بشكل مظبوط أو أربعة تلاتة تلاتة والسوق البوزيشنينج اللي احنا شفناه المتكرر وإحنا مش حقل تجارب إحنا في مباراة رسمية بنؤمن بلعبتنا عندهم خامة كويسة جدا قد يكون قد نحرز أكثر من عشر أهداف في ظل وجود منتخبات يعني متوضعة مقارنة بالمجميع الأخرى أو المجمعات الأخرى طيب تعالوا نشوف كمان مشوار كروش مع المنتخب المصري أرقام وإحسائيات قال كروش المدير الفني المنتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة الكاس العالم لعب أو لعبنا مع كروش أربع مباريات فوزنا في ثلاثة اتعدلنا في واحد لا هزيمة لينا من الأهداف ثمان أهداف في أربع مباريات يعني تقريبا هدفين لكل مباراة علينا ثلاث أجوال في أربع مباريات ده رقم أعتقد رقم كبير شباك نظيفة مرتين ما زلنا طبعا لسه عدد المباريات والفترة لديك كروش ما نقدرش نحكم عليه بشكل كبير لكن بتدي يعني انطباع بشكل مؤقت بتتكلم على الحالة الهجومية شايفين خلص أربع مباريات ثمان أهداف لا بأس لكن كمان الحالة الدفاعية وانت كمان بتلعب مع فرق عفقات الشخصي متوسط الفني أو فرق متوسط على المجال الفني وبعدد الأهداف اللي داخل فيه يعتبر كبير يعني عشان كده لازم يكون هناك وقفة لازم نعيد ترتيب أوراقنا بشكل أفضل من كده لازم نؤمن بلعبتنا ونديهم السابورت بشكل أفضل من كده كروش لازم أنا أخشى أخشى أن يستمر في هذه الاستراتيجية لأنه زي ما قلنا وضحنا للسادة المشاهدين أن ده في الهيستري في تاريخ كروش كان بيعمل كده وقدت إلى خسائر كبيرة في لقاءاته السابقة ويعني أبرزهم كان خسارة أو نتيجة كارثية بستة واحد أمام الإكوادور كان معها طبعا مع منتخب كولومبيا وكان بسوق البوزيشنج نفس الفكر إن شاء الله بإذن الله كل الأمور دي تتضح عندنا كمان لسه عندنا كاس العرب وعندنا كمان كاس الأمم الأفريقية أعتقد كروش من المدربين الأسكية اللي في وقت إن شاء الله يكون مش قصير يقدر يعني يكون عنده قيمة ولايحة من اللاعبين المميزين إن شاء الله تكون جاهزين بإذن الله في مارس للصعود لكاس العالم إن شاء الله هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع بقى على الحرب في أوروبا التصفيات الأوروبية ومين الفرق اللي وصلت في أوروبا لكاس العالم عشرين بنتين وعشرين أهلا بحضراتكم مرة تانية وزي ما بقول لحضراتكم هنتكلم في الفقرة دية عن الحرب في إيطاليا أو الحرب في أوروبا على الوصول لكاس العالم طبعا على مستوى المنتخبات يسعدنا ويشرفنا هنا في قناة النادي الأهلي يكون معنا واحد من كبار الصحفيين في إيطاليا وواحد من محلل الكرة العالمية طبعا في سكاي سبورت وصحف كبير في جريدة كبيرة ديلي سبورت الإيطالية وكوريريا ديلي ستيل كل دوت هيكون معنا في قناة النادي الأهلي عشان نتعرف منه على تصفيات أوروبا وكمان على المنتخب الإيطالي بشكل خاص وتعطروا في التأهل المباشر لكاس العالم معنا مع حضرتك طبعا جان لوكا بادوفان ده الصحفي الكبير بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير على الجميع ومساء الخير على قناة الأهلي شكرا لكم على الكلام الجميل وشكرا على توجيه الدعوة لجان كارلو بادوفان أنا سعيد لأننا موجودة على أحد كنوات العظيمة وقناتنا للأهلي طبعا بشرفنا وجودك معنا كواحد من خبراء الكرة الإيطالية والكرة العالمية ورأيك في تصفيات أوروبا وتعطر المنتخب الإيطالي في الوصول المباشر لنهايات كأس العالم 2022 والتعادل الأخير أمام المنتخب السويسري في حقيقة الأمر غضب عارم في الشرع الإيطالي بعد التعادل المخيب للأمال أمام أيرلندا الشمالية هذه ليست المرة الأولى التي تفعلها أيرلندا مع إيطاليا وقد فعلتها من قبل لكن روبرتو منسيني والفريق الإيطالي أضعوا فرصة كبيرة فرصة عظيمة وهي التأهل مباشرة لنهايات كأس العالم لأنك تعلم صعوبة الملحق والمباريات الكبيرة التي كتلعب في الملحق والإيطاليون متشائمون بعد الشيء من الملحق خاصة بعد المرة الأخيرة التي خسرتها إيطاليا أمام السويد وودعت كأس العالم لكن هناك أشياء يجب أن يعلمها الجميع ويعلمها كل متابع لإيطاليا أن روبرتو منسيني بعد اليورو عاد بإيطاليا إلى الوراء بعض الحلول لم يجدها في غياب سبيناتزولا وغياب بعض العناصر الإيطالية وأثرت على المنتخب الإيطالي وعلى اختياراته الأخيرة لكن يجب على الجميع أن يعلم أن هذه المجموعة قد فازت منذ شهور ببطولة الأمم الأوروبية لا يجب أن نسفح اللاعبين الثقافة في إيطاليا مختلفة وفي أوروبا مختلفة بعد الشيء يجب أن تعلم أن إيطاليا كتلعب ملحق كبير أنا متفائل وليست هناك أي مشاكل في اللعب الملحق لكن الجميع الآن يحدث عن بعض الانتقادات لروبرتو منسيني والفريق الإيطالي يجب أن نقف مع إيطاليا ويجب أن نسك في روبرتو منسيني ويجب أن نسك في المجموعة الإيطالية التي تجد الآن لأن كل شيء لم ينتهي إيطاليا مازالت في اللعبة فرم يامو ميستر طبيعي طبعا لكن خلينا نكلم بصفة خاصة ويمكن أنا أتكلمت على التعادل مع المنتخب السويسري هل كان ممكن هذه الانتقادات الكثيرة والجدل الكبير حول روبرتو منسيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي يتغير 180 درجة لو أحرز جورجينيو ضربة الجزاء في الديئة 89 أمام المنتخب السويسري وكانت هذه ضربة الجزاء قادرة لتأهل المنتخب الإيطالي مباشرة لكاس العالم هل كان حيتغير الوضع تماما هل السورة كانت حتكون مختلفة بالنسبة للشارع الإيطالي أنا متافق معك تماما روبرتو منسيني لا يجب أن يتحمل الخسارة وحده ولا يجب أن يتحمل المسؤولية وحده كما ذكرت هذا الشي إذا قام جورجينيو بتذكيل ضربتين الجزاء أتحدث عن ضربة الجزاء الأولى أمام سويسرا في زيوريخ وضربة الجزاء الثانية في ملعب الأوليمبيكو في روما في الدقيقة 89 دي 90 نتحدث عن المباراكة انتهت وإيطاليا قد تسعد والأمور كانت أفضل ما يرام على الآن لذا روبرتو منسيني لا يتحمل لوحده وخفاك إيطاليا في التأهل لكاس العالم بشارة جورجينيو أيضا يتحمل لكن إذا كنت تريد أن أن توجه السؤال بطريقة أخرى أن روبرتو منسيني المسؤول عن إعطاء الأوامر لجورجينيو ومن هذا السؤال أنت متابع عيدا لأن جورجينيو أضاع رقل الجزاء أمام إنجلترا في الفاينل فينالهم أموروبا وأضاع الدربة الأولى في سويسا ثم إعطاء الأوامر لجورجينيو أن يسدد درب الجزاء بهذه الصعوبة في الدقيقة 90 روبرتو منسيني لا يعلم الغيب وعرض جورجينيو على قدر المسؤولية لكن لا يجب أن نسبح جورجينيو هو لعب هام ومرشح للبالندور لكن هذه كرة القدم وتحدث روبرتو باتجو أضاع في 94 ضرب الجزاء أهم خلينا نتكلم على مستوى الدوري الإيطالي ويمكن الإسبوع اللي جاي فيه طبعا مباراتين على مستوى عالي جدا وإنتر هيقابل نابولي واليوفي أمام لاتسيو شايف كمان على مستوى السيريا الإيطالية التنافس بين نابولي بنتكلم على نابولي بنتكلم على ميلا على الإنتر وتأخر الليوفينتوس شايف الدوري الإيطالي إزاي من خلال حتى لقاءات القمة في الأسبوع القادم دوري الإيطالي هذا العام وهزي النسخة نسخة كوية جدا وهناك العديد من الأشياء الأهمة قد تحدث في الأسبوع المقبلة خاصة مباراتا على الإنتر ونابولي قد تحسم الأمور بعض الشيء بالنسبة لجولة الشتاء الإنتر كام بعمل مباراة رائعة أمام فيرونتينا وكانت أخر مباراة رائعة لسيموني إنزاجي وفريقو ثم مباراة الديربي لكن يجب على روبرتو منسيني أن يفكر دائماً لأن منسيني يهدر بعض النقاط في بعض التصرفات الخاطئة داخل المباراة الإنتر إذا كان يريد أن يصعد للمركز الأول يجب أن يفوز على نابولي وأن ينتظر تعصر الميلان لكن الدور الإيطالي دور كوي أحد أقوى دوريات في العالم لم ولن يفقد بوريكو في يوم من الأيام لكن الدور الإيطالي خسر لوكاكو وخسر أشرف حكيمي لكن الدور الإيطالي ما زال يحتفظ بلمعانه ويحتفظ بوريكو ولم ينتهي الدور الإيطالي وأنت تتابع والجميع يتابع الدور الإيطالي لكن أنا لست متفق أن الدور الإيطالي ضعيف وأن الدور الإيطالي لا يجب أن يدخل في المنافسة مع الدور الإنجليزي والدور الأسباني الدور الإيطالي له طابع خاص وله بريق خاص ولم ولن يخسر بوريكو وطابعه أنا أتفق معكم طبعا دائما وأبدا الدور الإيطالي دوري قوي جدا ولكن المخاوف على مستوى اللعبين وعايز أطرح سؤال طبعا من خلال كونتي المدير الفني الحالي لفريق توتنهام وبيقول أنه هيحاول يصدر للدور الإنجليزي بعض اللعبين من الدور الإيطالي بعض اللعبين الطليان عايز أعرف تأثير ده على يمكن والأزمة كمان المالية اللي مرت بيها الأندية الإيطالية خلال فترة كورونا كل هذه التأثيرات السلبية في أزمات على مستوى الأندية في بعض المدربين أو خروج لعبي المنتخب أو لعبي الأندية الإيطالية خارج إيطاليا لتعاقد في الدوري الفرنسي في الدوري الإنجليزي هل ده شايف أنه يكون مؤشر خطر جدا على مستوى الدوري الإيطالي وقويته وهو بالتالي كمان على مستوى المنتخب الإيطالي في المستقبل معك حق والجميع ما حق في هذه النقطة أن إيطاليا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة ليست فقط إيطاليا ولكن بعض الدوريات الأخرى وبعض الدور الأخرى تعاني من نفس الأزمة لكن إيطاليا تعاني منها منذ 2006 والأمور دائما في إيطاليا مفتوحة والصحفيين يتحدثون في كل مكان لذلك الجميع يعمل سكوب فقط على إيطاليا وإيطاليا دائما ما تكون في أمور سيئة وينزرون دائما إلى السيء لدينا لكن إيطاليا تعافت أقول لك الشيء هاما يجب أن تعلم أن إيطاليا تصنع الأمجاد عندما تكون في الأزمات رأيت ذلك في 2006 منذ فضيحة الكالشيبولي لقد مرينا بعديد من الأزمات وتعافينا وأصبحنا أبطال العالم كورونا أصارت بالطبع هناك العديد من المستثمرين دخلوا الآن بكوة من أجل شراء بعض الأندية الإيطالية أنت تعلم الأندية الإيطالية أمثال المينان والإنتر والمجبوعة الصينية لكن نعود إلى النقطة التي ذكرتها في الأول أنتونيو كونتي أنتونيو كونتي يريد جلب العديد من المواهب الإيطالية لأن أنتونيو كونتي يعشق اللعب الإيطالي ولديه منتاليتي وكواليتي خاصة بالنسبة للعبين الإيطاليين وهذا بالطبع سيؤثر على الدور الإيطالي وسيؤثر على السيريا لكن اللاعبون الآن أصبحوا يهتمون بالأموال الأكثر من الشعار أكيد طبعا كلنا وكل يمكن الشعوب العربية بتحب الكرة الإيطالية وبتحب الدور الإيطالي بشكل كبير ده اللي هخليني أرجع تاني وأسأله على هل وتاني هتكلم على المنتخب الإيطالي هل هناك خوف من تكرار طبعا شبح الملحة الأوروبي أمام المنتخب السويدي في تصفيات كياس العالم مؤهلة لألفين وطمانتاشر أم هناك ثقة وهناك تحدي كبير للمنتخب الإيطالي والشارع الإيطالي في عبور هذه الأزمة والوصول لكياس العالم عشرين اتنين وعشرين لا لا بالطبع لديك حقا نحن خائفونا لسنا فقط خائفونا نحن مرعبونا من تكرار سيناريو السويد إذا كنت تراني وترى وجهي الشاحب الآن أمامك السؤال الصعب مجرد التفكير في أن إيطاليا أبطال أوروبا لن يلعبون كأس العالم القادم في قطر ستكون بمثابت في ضيحة كبيرة ستغز عرش الكرة الإيطالية أن بطل أوروبا لن يلعب البطولة القادمة في قطر لدينا الخوف نعم لدينا الخوف لن ننسى حتى الآن تجربة الأخيرة أمام السويد لكن سنعبر للسيمي فاينال والمشكلة الكبيرة ستكون في الفاينال لأنك تعلم البلي أوف مليء بالمتخبات الكبرى نحن ننتظر القرعة بفارغ الصبر ذكر شيء هاما الآن جانكاروب بادوبان أن الإيطاليون يخشون مواجهة بعض الفرق ليس فقط لأن إيطاليا تهاب هؤلاء ولكن إيطاليا الآن ليست لديها استعداد أن تقوم بعمل مباراة كبيرة كالملحق من أجل التاهل لكأس العالم أمام منتخب كبير وهذه صراحة يحترم عليها طبعا هو السؤال الأخير قبل ما أختم معاك طبعا أنت متابع بشكل كبير جدا للقرى الأوروبية وخاصة يعني اقتراب جوائز البلندور على مستوى كورة القدم رأيك إيه في البلندور وهل محمد صلاح لجمينة المصري قد يكون له نصيب في هذه الجائزة ولا أنت شايف أنه ممكن تكون أسماء أخرى زي ليفا زي رونالدو ميسي جورجينيو هل تكون أسماء يعني بعينها هي الأقرب لهذه الجائزة بالنسبة لي يوصفني أن أقول لا محمد صلاح لن يفوز بالبلندور هذا العام ليس لأنه لا يستحق محمد صلاح يستحق ويستحق بطريقة كبيرة هذا العام إذن نتحدث عن هذا العام حسبت لنا العام الماضي لكن العام القادم محمد صلاح سيكون نمبر وان وفي النسبة لي حصريا لقناة الآلي وبرنامج المحترف بالنسبة لجان كاررو بادوبان بعض الأخبار التي تم تسريبها له روبرت ليفاندوسكي قد يفوز بالبلندور وقد يتوق به هذا العام صلاح العام القادم بالتأكيد صلاح أو كريم فينزيمة يستحق لن الفلندور طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا أكيد على شاشة القناة النادي الآلي يعني كان اللقاء ممتع جدا جدا وإحنا على المستوى الشخصي وهنا في المحترف إحنا طبعا بنحب الكرة الإيطالية وكل الشعب المصري بيحب الكرة الإيطالية وأكيد وجود المنتخب الإيطالي في كاس العالم أكيد هيزيده قوة وإصار محمد طبعا حتى على مستوى الدولي فيه كمان إيطاليا عندها جزء لسه نتكلم المفروض المنتخب مصر ما يفكرش مين يلعب مين عشان الوصول لكن طبيعي جدا أن طبعا حتى المنتخب الإيطالي بطل أوروبا عنده خوف وعنده شوية ألأ من الملحة الأوروبي لأنه قد يصطدم ببعض الفرق الكبيرة بالضبط بكل تأكيد وخصوصا التجربة الأخيرة كان في الملحك الأوروبي أيضا في 2018 أمام السويد والخسارة الكبيرة وتم صعود طبعا فريس سويد على حساب إيطاليا لنهايات كاس العالم إيطاليا مع منشيني فعلا وبكل تأكيد ما بعد اليورو في مهاب الريح فعلا نتائج ليست هي الأفضل أنا شايف من وجهة نظري أن منشيني عنده يعني زي ما بيقال كده كابتن هاني يقعد يفكر بشكل كبير بيقعد يبتكر في مباريات مهم أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا في اللقاء الأخير أنا طبعا بحط اللوم على منشيني في ضربة جزاء جورجينيو في مبارات سويسرا وتوقيت مهم جدا لازم نرجع شوية احنا شفنا جورجينيو أضاع فعلا ضربة جزاء أمام إنجلترا في اليورو الأخير أوكي يعني أنت لازم جورجينيو خامة كبيرة بينافس فعلا على البالندور موجود وأخذ أفضل لاعب في الشامنسليجل هذا العام والعام 2020 نرجع لحطة مهمة جدا فنية تاكتيكية من منشيني في المبارات الأخيرة عمل ايه منشيني؟ نفس الفكر فيه كيزة الراجل ده بلعب جناح يمين خده وده ناحية اليسار مع باريلا نفس الكلام السوق التوظيف في المباراة ولعب بإنسيني كابتن هاني مهاجم وهمي إنسيني زي ما احنا بنتكلم على محمد شريف هنا هو رايفل سترايكر رقم تسعة بلعب جوه البوكس هداف لعب بإنسيني مهاجم وهمي وبالتالي النتائج كانت سيئة جدا ما شفناش إنسيني خالص في هذه المباراة التأخير في أعادة كيزة في مكانه كان بعد ديئة سبعين أو ثمانين في الشوت التاني في المباراة طبعا كان بعد خلاص انتهى الأمر وضاعت أمال فريق الإيطالي احنا لو بصينا في النتائج منشيني في آخر لقاءات ما بعد سلسلة لا هزيمة 37 مباراة لا هزيمة منذ تولى منشيني أيضا في آخر سنتين ثلاثة وبطل أوروبا الخسارة أمام الفريق الأسباني في دوري الأمم الأوروبية قبل النهائي طبعا أربع تعادلات زي ما قال بالزبط فيه طبعا فوز مرتين فقط وكان على حساب بلجيكا في المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية والفوز إلا على حساب بلغاريا في التصفيات هذه التصفيات كاس العالم أربع صفر طبعا كان فيه خسارة وحيدة ولكن هذه نتائج غير مرضية وضعت إيطاليا في هذا المأزق في الملحق الملحق ليس لدى إيطاليا خبرات الجمهور الإيطالي غاضب ويصير الغضب طبعا على منشيني وعلى الكتيبة الموجودة وخصوصا منشيني هو يتحمل الشكل الأكبر في نتائج السيئة لإيطاليا طيب أنت شايف من خلال طبعا أنت عارف طبعا خلاص كان هم عشر مجموعات بياخدوا الأول عن كل مجموعة للصعود المباشر لكاس العالم والمركز الثاني بيخش في البلاي اوفس وطبعا لسه ده هيتم في شهر مارس بالنسبة لك في بعض المفاجآت في الفرق اللي وصلت الفرق اللي وصلت من أوروبا لتقاهل مباشر على سبيل المثال لو تكلمنا مثلا عن سربيا وسربيا طبعا يمكن في المباراة الأخيرة والفوز 2-1 مثلا على البرتغال فاعتقادت كان مفاجأة ولا سربيا تستحق السعود المباشر والبرتغال كانت يمكن خلال الجولتين اللي فاتوا كانت في أضعف حالتها لا سربيا تستحق طبعا بكل تاكيد دي مش مفاجأة بالنسبة لي سربيا ظهرت بشكل رائع وطوي جدا دي الصورة معاليش يا محمد دي الصورة كمان اللي كنت بتقول عليها كانت طبعا الصورة اللي فاتت دي كانت صورة اخفاق طبعا جورجينيو أمام المنتخب الإنجليزي وبعدها أمام المنتخب كمان السويسري في الجولة القبل الأخيرة صحيح طبعا لو نرجع هل كان في مفاجآت في التصفيات الأخيرة أو خصوصا التواني اللي دخلوا في البلاي أوف من وجهة نظري لا طبعا سربيا تستحق للصعود سربيا دي هذا العام يعتبر المرة التانية على التوالي كابتن هاني لصعود لكاس العالم في تصفيات أيضا 2018 تأهلت من المواجهات الأولية أو المرحلة الأولى تأهلت بشكل مباشر إلى نهاية كاس العالم كانت على رأس المجموعة كان معها النمسا على ما تذكر وبعض المتخبات ما كانوش متخبات قوية مثل مقارنة بهذا العام هذا العام طبعا معها البرتغال سربيا خص معنيد نقدر نقول أنه سرق التأهل على حساب البرتغال سرق طبعا محترى ما سرق قروية الأخر ده أي المباراة طبعا صحيح يعني دايما يقال وكان فيه كلام كتير جدا على ضربة سريا على الهدف هدف رونالدو في الدقائق الأخيرة في مباراة سربيا والبرتغال المباراة الأولى كانت تأهل البرتغال طبعا ويحقق بها الفوز على حساب سربيا وتم إلغاء الهدف هدف كان واضح جدا وعصار غضب رونالدو ورمى الإشارة زي ما شفنا في كانت مباراة كوية جدا سربيا تستحق سربيا خطفت التأهل من البرتغال واطاحت بالبرتغال للبلاي اوف زي ما حدثتك قلت أن فيه البلاي اوف المفروض أن 12 فريق 10 فرق اللي هم التواني لما نشرح تاني مفهوم الملحق والبلاي اوف 10 فرق هم التواني في العشر مجموعات ويأتي فرقتين هما يعتبروا المراكز الأولى في مجموعاتهم في الأمم الأوروبية وتم اختيارهم بالفعل هم التشيك واعتقد النمسا يعني نتأكد هو يعني التشيك اعتقد والنمسا هما تم إضافاتهم لتكوين 12 فريق يتقسموا على 3 مجموعات بالضبط على 3 مجموعات كل مجموع 4 فريق وبعد كده بيحصل سيمي فاينل وفاينل ويصعد فقط ثلاث فرق من البلاي اوف لنهايات كاس العالم طب تعالى محمد نشوف يمكن كمان من خلال الجدول من خلال فريق الاعداد يمكن آخر نتائج في الجولتين اللي فاتوا والماتشات كانت يوم الاثنين والثلاث في التصفيات الأوروبية لكاس العالم وطبعا أهم النتائج كان طبعا بولندا والهزيمة أمام المجر 2-1 سان مارينو هزيمة أمام انجلترا 10-0 اسكتلندا بتفوز 2-0 على الدنمارك وتحجز مكان في البلاي اوف ايرلندا الشمالية بتعطل ايطاليا وبتتعادل معها 0-0 وبذلك ايطاليا لم تتأهل مباشرة ومستنية طبعا البلاي اوف في مارس سويسرا والفوز 4-0 على بلغاريا وكانت بطاقة التأهل للمنتخب السويسري مباشرة وطبعا كان في المركز كان في حرب ما بين سويسرا وإيطاليا على هذا التأهل ولكن سويسرا فازت 4-0 وتعادل المنتخب الإيطالي أمام ايرلندا 0-0 ادى سويسرا بطاقة التأهل ولندا وطبعا الفوز والتأهل بنتيجة 2-0 على النرويج كان مهم جدا هذه المباراة للمنتخب الهولندي ويلز 1-0 أمام بلجيكا طبعا بلجيكا وصلة للمنديال وويلز في المركز الثاني في البلاي اوف في مارس القادم فنلندا الهزيمة أمام فرنسا 2-0 وطبعا المنتخب الفرنسي كان متأهل إلى طبعا كاس العالم مباشرة نتكلم على قد إيه حتى من خلال الناس صاحبي كان معنا جان لوكا ويتكلم صعوبة البلاي اوف وفيه عدد كبير من الفرق القوية جدا في هذه المشاولة البطولة ولكن في هذه التصفية المهمة جدا للوصول لكاس العالم طبعا يعني احنا لازم لو نعرض لأستاذ المشاهديننا كابتن هاني فيه اخر اربع مرات فيه تصفيات كاس العالم اوروبا يعني منبدأ في 2010 يعني ممكن نسرد فرنسا والبرتغال أيضا كانت موجودة لها تاريخ برتغال في البلاي اوف يعني متواجدة دائما في البلاي اوف متواجدة في 2010 وفيه 2014 أيضا وصعدت بعد كده لنهايات كاس العالم من البلاي اوف فرنسا والبرتغال واليونان وسلوفاكيا كانوا في البلاي اوف وهم اللي صعدوا في 2010 في 2014 تاني البرتغال وفرنسا أيضا كانت موجودة في البلاي اوف في 2014 معاهم اليونان وكرواتيا وصعدوا بعد كده لنهايات كاس العالم وحنتكلم على اخر مرة 2018 في البلاي اوف كان سويسرا وكرواتيا والدينومارك والسويد والسويد طبعا فازت على ايطاليا زي ما قلنا وصعدت لنهايات كاس العالم البلاي اوف طبعا مباراة بتكون نارية مهمة جدا وصعبة جدا فيها مفاجآت كبيرة جدا ولكن البرتغال لها باع كبير وخبرات رونالدو في 2014 هو اللي خد البرتغال وصعد بيهم طبعا بعد ما احرز هدف مهم جدا في اخر الدقائق في المباراة امام السويد وفاز على السويد وصعد لنهايات كاس العالم زي ما قلنا كده عايزين نوضح ان كان التشيك والنمسا هم الفرقتين اللي اتخذوا من الامم الاوروبية اتضموا ليه العشر فرق التواني زي ما حضرتك اعراض الفرق المتأهلة مباشرة والفرق المتأهلة ليه للبلاي اوف صحيح كلها منتخبات قوية جدا جدا في مارس القادم هيكون في حرب على طبعا التأهل لكاس العالم 2020 على مستوى القارة الافرقية والتصفيات النهائية على مستوى القارة الاوروبية والملحق الاوروبي للوصول لكاس العالم فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اهلا بحضراتكم مرة تانية محمد كنا بنتكلم على كانت تصفيات قوية جدا جدا على مستوى المجموعات في اوروبا زي ما متكلم على افريقا كان فيه عشر مجموعات كمان اوروبا فيه عشر مجموعات التصفيات اوروبا بنهايتها يمكن في الجولة الاخيرة وخلص وصول عشر فرق فيه اتناشر فرقة ان شاء الله في مارس للملحق طبعا لصعود لكاس العالم عايزين ناخد معاك مجموعة مجموعة وتقول لي رأيك كان فيه مفاجأت في المجموعة ديت ورأيك كمان في الفرق المتأهلة لكاس العالم حظوصها ايف كاس العالم اللي جاي من خلال اداءهم الحالي مع منتقباتهم المجموعة الاولى في التصفيات على مستوى اوروبا المجموعة الاولى السربيا في المركز الاول والتأهل المباشر لكاس العالم في ست مباريات في ست مباريات عشرين نقطة البرتغال في تمام مباريات عشرين نقطة البرتغال في الملحق الاوروبي بسبعتاشر نقطة ايرلندا في المركز التالت لوكسنبورغ في المركز الرابع وقطر في المركز طبعا قطر كانت موجودة شرفيا في هذه المجموعة لكن لم تحتسب طبعا نتائج المباريات كان انت بالنسبة لك المفاجأ ايه في المجموعة دي وهل سربيا فقدر انها تعمل شكل كويس في كاس العالم اللي جاي؟ يعني هو بالنسبة لي زي ما قلت مش مفاجأة كبيرة سربيا سربيا دايما متواجد بشكل كويس ويستحق عن جدارة الصعود بشكل مباشر لنهاية كاس العالم حتى لو على حساب البرتغال زي ما قلنا بغض النظر عن هل ظلم البرتغال في المباراة الاولى ام لا لكن سربيا تستحق وهل ستصل لمراحل متقدمة سربيا في كاس العالم؟ لا هنا يعني اشكي بوجود منتخبات قوية صحيح لكن السؤال التاني هل تستطيع البرتغال بالصعود لنهايات كاس العالم في الملحة الاوروبي ولا الامور هتكون صعبة بالنسبة لك؟ لا انا اتوقع واعتقد بشكل كبير ان البرتغال هتصعد لنهاية كاس العالم ده الفرصة الوحيدة والاخيرة نقدر نقول لكريستيانو رونالدو نفس الكلام لو رجعنا بصينا في نفس الموقف ونفس الوقت كريستيانو رونالدو قد يعاني مع المان يونيتد في الشامبينس ليج وقد ايضا لا يلتحك والادوار الكاس دور 16 وممكن يلعب دوري اوروبا وده برضو شيء ليس يعني من بقيمة رونالدو للمنظر من الغريب برضو ان البرتغال دايما في الملحة وبتوصل كاس عالم ويمكن كريستيانو رونالدو بعد المباراة قال لي ممكن احنا متعودين ان دايما بيحط نفسنا في مواقف صعبة لكن المواقف الصعبة دي بتبني نتائج جيدة في المستعبل القريب بالزبط زي ما قلنا في 2010 و2014 كانت البرتغال متواجدة في البلاي اوف وصعدت ايضا لنهايات كاس العالم فاعتقد ان هو عنده فرصة كبيرة جدا للصعود لنهايات كاس العالم من الملحة طيب نروح للمجموعة التانية برضو نشوف المجموعة التانية طبعا فيها المنتخب الاسباني والسويد واليونان وجورجيا وكوزوفو طبعا منتخب الاسباني في المركز الاول والتأهيل مباشرة لكاس العالم 19 نقطة من 8 مجارات المنتخب السويدي في المركز التاني 15 نقطة في البلاي اوف اليونان جورجيا وكوزوفو في المركز طبعا الرابع والخامس والسادس ما فيش مفاجآت في المجموعة دي بالنسبة لك بالكل تأكيد يعني اسبانيا طبعا تستحق ولا جدال حول ذلك امريكي مع الفريق المخضرم والفريق العناصر الشباب الشابة الموجودة طبعا استطاع بكل قوة الوصول وقد ينافس ايضا للوصول لابعد المراحل في نهايات كاس العالم في قطر المنتخب السويدي كمان امام منتخب اسبانيا في الجولة الاخيرة كان بيقدي اداء اكتر من رائع يمكن فوز المنتخب الاسباني بصعوبة واحد سفر في نهاية المباراة وكان يمكن منتخب السويدي قريب جدا من فوز هذه المباراة لكن شايف كمان ان المنتخب السويدي بالامكانيات الموجودة باللعيبة الموجودة دلوقتي كمان هيكون ليه دور او يكون عنصر مهم في الملحق الاوروبية يكون ليه حزوز للسعود ليه كاس العالم بكل تأكيد يعني احنا لسه يلين ان السويد قابلت ايطاليا في الملحق في 2018 النسخة الماضية وفازت على ايطاليا نفس الكلام زي ما كنتكلم على البرتغال لها باع كبير في البلاي اوف وخبرات في الصعود من البلاي اوف لنهاية كاس العالم ايضا السويد كانت متواجدة بشكل كبير في الملحق وفازت على ايطاليا زي ما قلنا في 2018 وهزمت بالمناسبة من البرتغال في 2014 برتغال سعدت على حساب السويد لنهايات كاس العالم وكان ايضا سويد متواجدة في الملحق فمش جديد على سويد وجودها في البلاي أوف ويعني قد تصل أيضاً أو قد تنافس لنهايات كاسل عام طيب نروح للمجموعة الثالثة طبعاً المجموعة الثالثة اللي فيها سويسرا وإيطاليا ولسا كنا بنتكلم على حزوز المنتخب الإيطالي في البلاي أوف المنتخب السويسري طبعاً في المركز الأول 18 نقطة إيطاليا في المركز الثاني وفي الملحق الأوروبي ب16 نقطة أرلندا الشمالية في المركز الثالث بلغاريا وليتوانيا في المركز الأخير شايف أن المنتخب السويسري المفاجئة هذه المجموعة خطف طبعاً بطاقة التأهل المباشر لكاسل عالم من إيطاليا قد تكون هي المفاجأة بكل تأكيد لكل الناس كانت متوقعة التأهل المباشر من إيطاليا طبعاً مع السكواد القوي المتواجد حالياً مع منشيني زي ما قلنا كان هي صاحبة الحظ الأوفر أو الأقوى للصعود على حساب سويسرا ولكن إعادة سويسرا لترتيب أوراقها جو المجموعة وخطف البطاقة التأهل المباشر كانت مفاجأة مستحقة من فريق السويسري بكل تأكيد وعايز أقول لك كمان يمكن الفريق السويسري مع مرات ياكين مرات ياكين كمان كان أحد زملاء الملعب وكان متواجد معايا في نادي كاززلوتن من المديرين الفنيين الأسكية مرات ياكين يمكن ده كان رابع لقاء لي أو خمس لقاء لي مع المنتخب السويسري وبيقدم نتائج رائعة وفيه رضاء كامل وفيه تأكيد لما قدمه المنتخب السويسري من خلال الييرو 2020 تأكيد أن هذا المنتخب منتخب قوي جدا وأزبط ده من خلال التصفيات وطبعا لسه طبعا وصوله طبعا لكاس العالم بيكون يعني فيه اختلاف طبعا وفيه قوة ضربة كبيرة جدا في كاس العالم نقداش نحكم عليه لكن كمان أنه يصعد على حساب المنتخب الإيطالي ده أعتقد مفاجأة كبيرة بكل تأكيد هي دي كانت فيه المفاجأة الوحيدة ولكن سويسرا متواجد بشكل مستمر في كاس العالم وأيضا كان في كاس العالم الماضي 2018 طيب نروح للمجموعة الرابعة وطبعا كان فيها طبعا متصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة فيه التصفيات كاس العالم في أوروبا فرنسا في المركز الأول ب18 نقطة أوكرانيا فيه المركز الثاني ب12 نقطة فنلندا البوسنة والهيرست طبعا فيه المركز الرابع والخامس عايز عرب برضو أوكرانيا وفرنسا كانت فرنسا إلى حد ما كان فيه تخوف فيه يمكن الجولة الثالثة أو الرابعة من التصفيات إنها قد تكون غير قادرة للتأهل ولكن في الجولتين الآخرتين أدوا بشكل جيد وكسبوا ست نقاط وبالتالي صعدوا على حساب أوكرانيا بكل تأكيد يعني فرنسا بيملك أقوى سكواد في الوقت الحالي إمبابي مع كريم بن زيمة استطاعوا طبعا يعني الصعود بمنتخب فرنسا للنهايات كاس العالم المباشر فريق قوي جدا كابتن هاني يعني إمبابي دايما بيكتب أرقام جديدة للتاريخ في الفترة الأخيرة وخصصا في تصفيات كاس العالم الأخيرة عايز أقولك كمان دور كريم بن زيمة مع منتخب فرنسا دور أكتر من رائع وبيدل أنه كمان كمان يمكن الفترات اللي لم ينضم فيها كريم بن زيمة للمنتخب الفرنسي كان قرار غير صائب ولكن بيرجع كريم بن زيمة بيأكد أنه لعيب من تراث فريد بصراحة بكل تأكيد عموا عايزين يضموا معهم بوكبة طبعا للعب لريال مدريد في الفترة القادمة مع طبعا إمبابي وكريم بن زيمة وبوكبة حيكون فريق ناري الصيف المقبل إن تم ذلك ولكن بطبعا مع فريق منتخب الفرنسي ظهرين بشكل قوي جدا طبعا منتخب الفرنسي ضمن التأهل نروح للمجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا لكاس العالم وطبعا مجموعة كانت بتضم بلجيكا وهي طبعا في المركز الأول ب20 نقطة ويلز في المركز الثاني ب15 نقطة طبعا بلجيكا تأهل مباشر ويلز في البلاي اوف الأوروبي ويلد شيك ستونيا وروسيا البيضة خارج طبعا كاس العالم شايف هذه المجموعة مناسبة بالنسبة للأسماء هل ويلز حقق مفاجأة على حساب التشيك لأن طبعا التشيك كمان بيدم منتخب قوي وكان فيه صراع كبير جدا ما بين ويلز والتشيك ولكن قدر ويلز طبعا أنه يحسم بطاقة الملحق الأوروبي صحيح يعني المفاجأة كانت فعلا هنا في على الملحق على الترتيب في المركز الثاني للتحاق بالبلاي اوف فعلا كانت ويلز والتشيك ودي المفاجأة اللي عملتها ويلز ولكن بلجيكا مش مفاجأة طبعا يستحق التأهل بشكل مباشر لنهايات كاس العالم صحيح بلجيكا من ضمن الفرق يمكن المرشاحة كمان للحصول على كاس العالم رقم واحد عالميا على الدول في الشرك طبعا فريق قوي جدا وطبعا يعني من الفرق المرشاحة فعلا للفوز بكاس العالم طيب نروح للمجموعة الستة اللي بتضم طبعا ووصول الدنمارك في المركز الأول الدنمارك كمان يعني فريق لم يخسر في أي مباراة ومن خلال عشر مباريات قدر يحق 27 نقطة الدنمارك في المركز الأول سكوتلندا في المركز الثاني في الملحة الأوروبي الكيان الصهيوني والنمسا جزر فارو ومندوبا طبعا في المراكز الرابع والخامس والسادس في هذه المجموعة هل شايف أن الدنمارك بيتقدم امتداد لما قدمته في اليورو 2020 من قوة وسرعة وقرعة سريعة على المستوى الهجومي والدفاع بيتقدم قرعة شاملة منتخب الدنمارك بيحقق نتيجة هيلة على مستوى الأرقام فريق بيحقق يمكن بدون هزيمة بيحقق عدد كبير من الأهداف لم يميع يعني ما دخلش مرمى غير هدف واحد خلال العشر مباريات وسجل أعتقد 29 هدف في التصفيات منتخب الدنمارك من المنتخبات القوية جدا طبعا فريق قوي جدا ظهر فعلا في اليورو بشكل متميز ما فيش مفاجآت في المجموعة السادسة الدنمارك يستحق بكل تأكيد عن جدارة التأهل وأعتقد أنه سيصل لأدوار نهائية أو الأدوار النهائية بشكل كبير جدا سيكون متواجد فيها الأدوار النهائية في كاس العالم القادم في قطر أكيد منتخب الدنمارك بيثبت كل يوم أنه منتخب قوي جدا ظهر بشكل أفضل من رائع على مستوى اليورو عشرين عشرين كمان في تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم فريق من أفضل الفرق الموجودة وكان صعود وصعود يعني قوي جدا جدا من خلال النتائج ومن خلال الأداء نروح للمجموعة السبعة كمان على منتخب هولندا نشوف ترتيب هذه المجموعة وسعود المنتخب الهولندي لكاس العالم هولندا في المركز الأول 23 نقطة يليها تركيا في المركز الثاني 21 نقطة وكان فيه طبعا صراع ما بين تركيا والنرويج ولكن طبعا فوز هولندا على النرويج وكمان فوز تركيا على طبعا الجبل طارق يعني تأهل للملحق الأوروبي لتركيا هولندا مركز أول تركيا في المركز الثاني النرويج الجبل الأسود من اتباع لاتفيها وجبل طارق في المراكز الأخيرة محمد هولندا يمكن هولندا انت قلتلي طبعا لكن الجولة القبل الأخيرة كان فيه تخوف كان ممكن يحسموا التأهل لكن يتأجل التأهل أمام المنتخب النرويج بكل تأكيد يعني خصمنا طبعا هولندا مع النرويج في عدم الصعود لكاس العالم ولكن عودة التواحين فريق هولندا ما كانش متواجد في كاس العالم 2018 وكان لابد يكون متواجد منفس ديباي هداف بالمناسبة هو هداف التصفيات لهذا العام 12 هدف 12 هدف وأعلى نسبة أسست أو صناعة الهدف برضو منفس ديباي طبعا لو نتكلم طبعا هاركين 12 هدف أيضا مع منفس ديباي فريق يعتبر متكامل فريق قوي جدا لازم يكون موجود في 2010 كابتن هاني كان هو وصيف في كاس العالم في 2014 خد المركز الثالث مكانة ألمانيا هي بطلة 2014 كان هولندا المركز الثالث عدم وجودهم في 2018 خسارة كبيرة جدا للبطولة وحجم البطولة وقوة البطولة هولندا لازم تكون موجودة بشكل كبير مع النقبة تعودت المنتخب أكيد الهولندي بعد غياب عن كاس العالم 2018 لويس فانغال المدير الفني للمنتخب الهولندي قال إيه بعد التأهل لكاس العالم نشوف ما حضرتك أنا عاجز عن الحركة لأنني أشعر بألم كبير كلما تحركت ولهذا السبب لم أعبر عن مشاعري بشكل واضح بعد تأهل هولندا إلى كاس العالم 2022 أشعر بألم كبير إذا تحركت إنه إنجاز مذهل احتفلنا باحتفالا كبيرا ولعب ديباي مباراته الخامس والسبعين لهولندا ومنحناه هدية جميلة وألقينا خطابا حسنا وليس بوسع القول إن الاحتفال لم يكن عظيما أعتقد أن النرويج لم تهاجم بصورة كبيرة وسبب ذلك غياب هالند فهو كان اللاعب الوحيد الذي هيئ الفرص عندما انتقينا أول مرة في أوسلو سجل هالند هدفا للنرويج في تلك المباراة يمكن أن تصدروا محاولة ما فيش شك طبعا فنخال مدير فني قدير جدا وسعيد طبعا بالوصول لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين لكن دايما لما افتكر منتخب الهولندي بقول دلوقتي رونالد كومان رونالد كومان كان هو طبعا المدير الفني ولكن يعني فضل أن يترك المنتخب الهولندي لتدريب برشلونة وزي ما احنا شفنا مصيره مع برشلونة كان الإقالة أعتقد زمانه دلوقتي بيشد في شهر يعني ندمان ولكن هذا مكسب لهولندا يعني كومان طبعا قيمة كبيرة بغض النظر عن النتائج السيئة مع برشلونة ولكن فنخال الراجل أصلا بالمناسبة هو كان بيروح التدريب بالدراجة ووقع بسبب الشاشة اعظامة أو مشاكل فعلا عشان كده ما كانش قاعد على كرسي المتحرك وكان بيشاهد المباراة وكان السبب أنه وقع من على الدراجة وفي أثناء الذهاب للتدريب للتدريبات عموما يعني هو ده السبب للأسف ولكن مدرب عبكاري قوي جدا استطاع طبعا إعادة التواحين لمكانها الصحيح صحيح في نهاية كاس العالم أكيد طبعا وجود المنتخب الهولندي في كاس العالم أكيد قيمة كبيرة جدا جدا بعد غيابه في 2018 بيعود المنتخب الهولندي لكاس العالم مرة تانية طيب مجموعة تمنى وكان مباراة قوية جدا جدا ما بين كرواتيا وروسيا وقدر المنتخب الكرواتي أنه طبعا يفوز بهذه المباراة ويحقق البطاقة التأهل المباشر لكاس العالم كرواتيا في المركز الأول 23 نقطة روسيا في المركز الثاني 22 سولفاكيا في المركز الثاني 14 سولفانيا أبروس وملطا في المراكز الرابع والخامس والسادس شفت كرواتيا ازاي وتأهلها المباشر على حساب روسيا محمد فعلا كانت مش عادت نقول مفاجأ كرواتيا دائما متواجدة في كاس العالم عندها الخبرات كبيرة للتأهل لكابتن هاني ولكن فعلا روسيا كانت منافس قوي وشارس جدا لكرواتيا وأخذت الخبرات من كاس العالم الأخير 2018 هي كانت طبعا هي المستضيف للبطولة وجود روسيا والتطور في المنتخب الروسي بيوضح يعني ممكن يكون ليه فرص كبيرة في البلاي أوف والصحيح صحيح طبعا معك تماما فنيا المنتخب الروسي قوي جدا على مستوى الدفاع والهجومي صحيح ويمكن كان ند مباشر لمنتخب كرواتيا اللي يمكن كان فيه صورة شهيرة جدا لمدرج طبعا حضراتك وارفين مدرج نجم المنتخب الكرواتي ونجم ريال مدريد وأعتقد أن دي هتكون كاس العالم الأخيرة لنجوم قطار على رأسهم طبعا مدرج طبعا لعيب مميز جدا محمد وأعتقد دي هتكون آخر كاس عالم بالنسبة له طبعا يعني هو دلوقتي وصل 35 أو 36 عام وفعلا قد يكون آخر كاس عالم وريال مدريد بالمناسبة يعني جدد التعاقد مع مدرج لمدة عام أو موسم واحد داله فرصة كمان في الفترة القادمة طبعا مدرج لعب عظيم سطورة طبعا ظهر بشكل كبير مع كرواتيا وصعد بيهم كان مركز ثالث كس النقائد داخل الملعب بيت موتيفيشن وعنده امكانيات فنية كبيرة جدا عصل على البلوندور يعني متواجد بشكل كبير لدور كبير جدا كمان كرواتيا على مستوى الفني أكيد طبعا تستاهل وتستحق الصعود لكاس العالم المجموعة التسعة نشوفها مع حضراتكم وطبعا المنتخب الإنجليزي والصعود لكاس العالم المنتخب الإنجليزي في المركز الأول بستة عشرين نقطة وقت أهل المباشر بولندا في المركز الثاني بعشرين نقطة البانيا في المركز الثالث ١٨ المجر ١٧ أندروع ست نقاط سان مارينو سفرة من النقاط وعايز نتكلم على المنتخب الإنجليزي المنتخب الإنجليزي بيقدم كورة حلوة بشكل كويس لكن بعض الناس بيقول أن يمكن الساويس جيت عنده مشاكل شوية في عملية الكوتشن داخل الملعب أنه عنده تحفظ إلى حد المال لو النتيجة واحد أو اتنين بيحاول يلعب بطريقة دفعية لكن أمام سان مارينو منتخب ضعيف جدا والفوز عشر شايف منتخب الإنجليزي إزاي في كاس العالم هو السبب دايما في ساويس جيت نفسه كما حضرتك قلت بالضبط كابتن هاني بيحصل كده يعني مش عارفين اللي بيحصل يعني بيكون الفريق متقدم متفوق بيمتلك سكواد من أقوى سكواد موجودة على بستوى العالم هجوميا ودفاعيا وكل المراكز يعني بكل تأكيد هو ده المشكلة الأساسية وكل المتابعين للفريق الإنجليزي ما بيتوقعوش كابتن هاني ووصول الإنجلترا حتى المربع الزهب في نهايات كاس العالم القادمة بالأخص لوجود طبعا منتخبات قوية ومدربين أقوياء عارفين هم بيعملوا إيه وبيوصلوا بفريهم لمراحل نهية بشكل كبير المباراة طبعا يعني لو احنا نتكلم على سان مارينو يعني سان مارينو هنا أنا بكل أمانة كابتن هاني أنا ممكن نوصل رسالة للاتحاد الأوروبي فريق زي سان مارينو دوت تواجد في السنين الماضية في تصفيات كاس العالم عايزين نعرض كده في تصفيات كاس العالم 2018 في تصفيات كاس العالم 2018 واجه ألمانيا خسر 8-0 من ألمانيا خسر من النرويج 8-0 خسر من التشيك 6-0 خسر من إيرلندا أيضا 3-0 ده في تصفيات كاس العالم 2018 لو بصنا 2014 نفس الكلام إنهزم برضو 8-0 من إنجلترا ومن كورانيا 8-0 أيضا كابتن هاني في 2022 في هذا العام في هذه التصفيات طبعا شفنا 10-0 من المنتخب الإنجليزي وأيضا بولندا فازت على سان مارينو 5-0 فريق زي سان مارينو هل نعتقد هو إضاعة للوقت يعني إنت دلوقتي إضافة فرق ضعيفة مثل سان مارينو أزربينجان أو لوكسنبورج ليشتنشتاين في بعض الفرق طبعا لم تزر في تصفيات كاس العالم ليس فقط هذا العام كانت تعاني في العام الماضية بالمناسبة ألمانيا فازت على سان مارينو 19-0 في مباراة يعني في تاريخ قبلت ألمانيا ثلاث مرات تخسرت 19-0 في مرة من المرات سان مارينو فريق ضعيف جدا ولكن نتمنى يعني النظر هنا اللي طاحة بهذه الفرق الضعيفة من أجل الوقت عامل الوقت مهم جدا في ظل وجود بطولات شعر عايز أقولك في بعض الأحيان بيكون المنتخب هو النافذة اللي بيرجع بيها اللاعب تاني للمستوى أو للثقة أو للفورمال اللي ممكن يعيش بها من خلال نادي زي ما بقولك هاريكين هاريكين من خلال الأداء السيء جدا مع توتنهام خلال الفترة الفاتتة لكن مع المنتخب وخلال المباراة طبعا مباراة سهلة وهي دي المباراة اللي ممكن ترجع لعب تاني سقطه في التهديف وإحرازه أربع أهداف شايف هاريكين إزاي وارجوعه بعد بعد السوبر هاتريك وارجوعه إلى توتنهام طبعا مع توتنهام زي ما حدتك قلت بعد 11 جولة لم يحرز هاريكين إلا هدف وحيد هدف يتيم ومش ده هاريكين اللي بنشوفه كل عام سيكون نفسه على هدفي البرايمر ليج أقوى دوري في العالم هاريكين كان مشتت زهنيا طبعا كلنا عارفين إن كان فيه كلام كبير إن هو ينتقل للمان يونيتد وتدخل الإدارة توتنهام وعرقارة هزيز صفقة ووقف هزيز صفقة طبعا أثرت على هاريكين زهنيا وفكريا على أرض الملعب هدف وحيد ده مش المتوقع من هاريكين زي ما حدتك قلت وجود منتخبات ضعيفة مثل هذه قد تعود مرة أخرى أحرز سوبر هاتريك قدت ثقة تاني لهاريكين إن يكون متواجد بشكل كبير بيفكرنا شوية بالدوريات أو بالأندية كابتن هاني في بعض اللقاءات على المستوى الدوري أو على سبيل المثال دائما بيتلاقي فرق ضعيفة بيرجع بيها بتاني الفريق أو المباريات الودية دائما المدرب بعد مباريات قوية بيفصل ما بين بمباراة أو مباراتين ودية لأعادة الصيقة للفريق نروح لآخر مجموعة في تصفيات أوروبا لكاس العالم المجموعة العشرة وأكيد طبعا تصدر المنتخب الألماني ألمانيا في المركز الأول بـ 27 نقطة من 10 مباريات مجدونيا الشمالية في المركز الثاني أعتقد مجدونيا الشمالية عاملة في رأيي إنجاز أنها تطلع للملحق الأوروبي من خلال مجموعة فيها ألمانيا فيها رومانيا أرمانيا أيسلندا وليشتينتاين ألمانيا عايزة أقول طبعا أنت يعني عشت في ألمانيا كثير وطبعا بتتابع بشكل كبير جدا المنتخب الألماني شفت التأهل الطبيعي للمنتخب الألماني إزاي وحزوز ألمانيا خلاني نتكلم دايما ألمانيا مرشحة تكون فيه على الألف المربع الزهر طبعا هذا الجيل من اللاعبين قادر على الحصول على كاس العالم القادمة بلا شك ألمانيا طبعا يعني أعتقد قد ينافس على يعني اللقب كاس العالم هذا العام بشكل كبير جدا هنزف لك عاد بالمنتخب الألماني لوضعه الصحيح وده كان الهدف الوضح وده تصريحات هنزف لك في كل تصريحاته سبع مباريات سبع فوز واحد وثلاثين هدف في سبع مباريات كابتن هاني رقم رقم رهيب رهيب مرعب لكل المنتخبات لا ألمانيا رجعت تاني وجود سكواد قوي جدا هجوميا ودفاعيا هنزف لك بيعمل ايه هنزف لك في التحضيرات أصلا للمباريات راح حضر على سبيل المسال مباراة تشيلسي واتكلم مع توماس تخل بخصوص تيمو فيرنر تيمو فيرنر كان عنده بعض المشاكل الهجومية اشتغل مع هنز مع توماس تخل مدرب تشيلسي ازاي نطور تيمو فيرنر لصالح المنتخب الألماني هو ده التعاون هو ده التعاون نفس الكلام عمله مع سانيه سانيه دلوقتي كان في الفترات الماضية كان مستويات أو مستوى ضعيف نتائج ضعيفة تم عادة تكوين سانيه بشكل مختلف وضعه في الجناح الأيصر وضفه بشكل أكثر من رائع وكمان طبعا عادة ثقة سانية من خلال الأهداف بيحرز أهداف بشكل أكثر من رائع كل مباراة مدير الرسالة دايما المهمة تعاون المدير الفني للمنتخبات معه طبعا المدير الفني لبعض الأندية للوقوف على حالة اللعب والوصول للعب لأعلى معدلاته الفنية والبدنية محمد وصلنا لنهاية حلقتنا للوقت عادة معك بسرعة بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا كابتن هاي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضراتكم دي كانت نهاية حلقة الأسبوع في نهاية الأسبوع من المحترف إن شاء الله لقائم حضراتكم الأسبوع الجاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف شكرا جزيلا